نجوم تاريخية نجمنا الكبير والجوهرة السمراء النجم الكبير اللي أثرى الكرة المصرية اللي عدى نادي المئة وبقول إنه واحد من أهم عشر لعبين في تاريخ الكرة المصرية نجمنا الكبير كابتن أحمد الكاس صاحب التاريخ الكبير واحد من نجوم كاس العالم 90 كابتن كاس من أورا ربنا أخليك كابتن أحمد ده أنا نسعيد جدا النهاردة بوجودك كابتن فاروق ربنا ألي فترة كتبيرة أوي مش شفتهوش صحيح صحيح جدا طبعا موجود كابتن سامي الشيشيني من الناس المحترمة قوي طبعا خلقا قبل اللعبا كمان وطبعا في وجودك طبعا أنا سعيد جدا بك ربنا أخليك أخوي يا كابتن كاس وطبعا نجمنا الكبير الراقي المحترم والمحالي الكبير الموهوب كابتن سامي الشيشيني من نورنا يا كابتن سامي نحن طبعا نهاية الكابتن ومدريب الكابتن فاروق جافر من خوارنا النهاردة والكابتن كابتن حمد الكاس نورنا كابتن سامي كابتن فاروق يمكن أنا عملت مؤدمة في الأول اتكلمت على احتمالات الصعود هنخليها في الآخر دي ولكن النهاردة المباراة طبعا زي حضرتك معارف كل الجامهير شوية كتزاعلانة هدف جيف آخر ثانية أنا بقول موجة نظر متواضع قد يكون هذا الهدف ممكن يبقى له دور في نهاية دول المجموعات ولكن المباراة النهاردة مباراة زي عالة الزمال كوي طبعا طبعا أولا بسم الله الرحمن الرحيم أنا قبل منتكلم بقى على أي حاجة احنا عايزين نتكلم أولا جميل ناتز مالك نزعل شي كل الفرقة بتبقى معرضة ان يحصل دروب شوية في الفرقة وندور ازاي ناتز مالك في الظروف دي معظم اللعيبة نهاردة مش في حالتها نقول السبب تاني حاجة الإدارة طبعا يعني بقراراتها والاستمرار في القرارات الجريئة والتي تعمل استقرار النادي تستمر فيها فيما يخص جروس طبعا استمرار ده قرار سليم من وجود نظر ست احنا مش عايزين يعني كالمستشار مرتضى من يومين ثلاثة قاله مش حنغير احنا انبار حن مش هنغير بالضبط انا برضا كما نيجي نتكلم في ايه اللي حصل ايه المشاكل ايه الموضوع يعني ايه الخلل اللي حصل فنيا اه لازم نتكلم في الناحي الفجر اولا لعبت ناتز مالك مفيش لعبة او اللعيب المصري ما يقدرش يلعب كل 72 ساعة مباراة اه نتكلم بصراحة اه وخصوص المبارات الافريقية وانا دايما اتكلمت ويمكن كان ناس بتعترض على كلامي بداية ما قلت في فارق بين الدور العامة وكرة الافريقية اه الكرة الافريقية فيها معدلات لو فيها معدلات فنية ما بتبقاش نمرة واحد المعدلات بتبقى معدل بدني معدل اه انضباط وتنظيم في الملعب كوة سرعة ارادة دي كرة الافريقية ممكن لعبة ناتز مالك بيبتجوا النحية تانية خالص والنحية الفنية نحية المهارية والأداء الجماعي الأداء الجمالي قبل المباراة البطولات الأفريقية بتبقى أنت لازم تبحث عن التلاتة بنت قبل ما تبحث عن الأداء و دي كان مشكلة يعني دي مشكلة يمكن أنا من ثلاثة أيام كنت بكلم الزمالك لازم يفكر في ثلاثة بنت قبل ما يفكر في الأداء ثلاثة بنت من غير بقى أداء وجماليات وحكايات وروايا خلاص أنت النهاردة خلصت المباراة ما حدش هفتكر الزمالك لعب إزاي أو أدى زي المباراة خلصت إيه خلصت درون صحيح لازم تبقى مكنع وقعي وقعي أنا شاف النهاردة أنت زمالك مر بحالة من بداية المباراة وتوتر توتر العصب اللي اللعيبة من بداية المباراة لدرجة العيبة كنت تتخنق مع بعض في الملعب خلينا دي نقطة لما حصلت مشادة ما بين أوباما وكهرب من بداية المباراة نرجع لحالة تانية وهي الحالة اللعيبة اللي اللازم تبقى فيها أو اللي بيتفرج على المباراة لو ما كنتش أنت قاري المنافس بتاعك ما تعرفش تلعبه يعني هو بدأ خايف منك من هجمة بدأ الهجمة من البداية وبعد كده انك ماشي في الدفاع في نص الملعب الأطراف فرقة عايشة معاك أنه أنت حتكسبها في أي وقت أنت حتسيطر على المباراة الحالة بتاعته اللعيبة النهاردة ما تساعدش أن أنت تعمل كل ده في المباراة ممكن مستر بروس صمم على طريقة لعب مش مناسبة النهاردة يعني أنا أولاً أنا عايز أتكلم أنه أنا راجل بتاع فانيات أنا مليش داعه بأي حاجة أنا بكلم في فانيات ما فيش حسابات في كلامك أو بكلم في فانيات مستر بروس نهاردة هتعامل مع المباراة بشئ من البطء وعدم دراية المنافس ودي مش مشكلة يعني بس هو بيلعب في البطولة الإفريقية لازم يتعامل مع البطولة الإفريقية إن أنت بتلعب أداء قاري مش على مستوى الدوري مستوى القاري إن أنت بتلعب عايز تكسب عايز تغطيلة طيب أنت هتأخذهم إزاي يبقى لازم عندك مناهج وأفكار موجودة في الملعب تقدر تتعامل مع المنافس صحيح لكن أنت النهاردة ما قدرتش تتعامل مع المنافس إقاع الأداء طوله المباراة لتصالح الفريق أثلتك طوله المباراة حتى لو أنت بتهجم حتى بتشتغل بالأطراف لغاية ما هو عنده التنظيم أنت ما عندكش التنظيم وده اللي خلى المعادلات البدنية بتاعت الفرقة الشوط التانية وقت وقت بالطريقة يعني إحنا يمكن دوافع نفسية منزل أي من حفني يعني التغييرات حدد منزده عمر السعيد منزده يبقى فيه روح شوية لكن المعادلات البدنية وقت ودي على فكرة رابع من براه على طول يعني لو أو أحمد أو سامي متابعين المباراة معادلات البدنية والزهنية بتاعت ناد الزمالك في الفترات الأخيرة بتنزل ثوالي المباراة ضغط المباراة ده طبعا ضغط المباراة بجانب أن أنا عشان عايز أتكلم بقى على نقطة تانية وهي الخبرة يعني الخبرة إفريقية بغير الخبرة المحلية خبرة إفريقية أن أنت بتلعب نمرة واحد إما يجي جول فيك في مصر هنا مشكلة مشكلة يعني لازم بتتعامل مع المباراة أن أنت عندك خبرة أن أنت ما يجيش نمرة واحد فيك جول يعني نتيجة سفر سفر حسن من واحد واحد يعني إما تطلع متعادل سفر سفر أفضل متعادل واحد واحد إن دي هو عنده الفريق الأنجولي هو بالنسبة له طفرة إنه وعمل نتيجة إيجابية معاك أنت ما عملتش النتيجة الإيجابية أنا عايز أتكلم في نقطة إن ناتزة مالك لسه قدامه المشوار ناتزة مالك عنده عنده فرص وأنا برضك أخذ على مشكلة إن ناتزة مالك بيلعب ب16 17 لعيب الدوري والكاس والبطولة العربية وبطولة أفريقية ننفحش ننفحش يعني لازم يبقى فيه مش عايز أتكلم بقى روتيشن ونغير لازم يبقى فيه اللعيب اللي بيبقى مورك يبقى تشوية اللعيب اللي أنت حسس إن هو ممكن يطور لك الأدائرة أنا النهار ده أتكلم على أي منحفن لازم يبقى موجود في الفرقة لازم لازم أنت أنا أردم نتكلم بصراحة يعني مفيش حد يقدر يشتغل من غير مخ مفيش حد في الدنيا يقدر يشتغل من غير ما يفكر محدش يقدر ينجح محدش يقدر ينجح في حياته غير ما يكون مركز في الحياة ويعرف عايز إيه ناتزة مالك عنده لعبة كويسة جدا تكلم بصراحة عنده أحسن لعبة لكن ما عندهش أحسن فريق في الفترة دي أنا بكلم عن الفترة دي ما عندهش أحسن فريق فالزمالك محتاج مخ عايز حدي أي منحفني مثلا عنده أفكار في الملعب إمتى حيبقى يعلم بالإقاعة إمتى حيسيطر الملعب إمتى حيقدر يجيبها ده أول نهار ده أول كرة جات لأي منحفن إمتى حيجبها في الدماغه وطوال المباراة اللي بلعبه مكانه محدش فيه وراح الحتة دي يعني محدش راح راح جوه الست فماتش نجو بالمستقبل راح في الحتة اللي جا فيها نفس المكان اللي لعب في الدماغه ونفسه بسن الدماغه إذن أنا كمدرب أبقى حاسس اللعيبي يبقى قدراته إيه إمكانياته إيه إمتى حيعمل لي التطور في الأداء وأنا بقى بعمل التغيير التغيير ده ثلاث حالات يعني أغير عشان أطور أغير عشان أنا أحافظ على المكسب أغير لو عندي إصابة وما دول الثلاث أنواع من التغيير يعني مفيش تغيير تاني الحاجة تانية خالص يعني عايز أطور وعايز أكسب فبغير عايز أبقى كذبان وعايز أحافظ على المكسب أغير أو لو فيه لأقدر إصابها هو ده حالات التغيير يعني أنا شايف بردك إن الزمالك حيبقى مصدوم في الفترة اللي فاتت إن هو بلعب في ثلاث بطولات أربعة بطولات لكن إحنا بردك لازم نبقى عندنا قناعة إن إحنا إن شاء الله هنستمر في البطولة هنبقى فيه استقرار والتعامل مع ماتش أنجولا كابتن اللي جاي بيختلف عن ماتش القاهرة أو ماتش مصر ماتش اللي جاي طبعا برا وإنت عايز تلعب عايز أكسب وعايز يعني الصبر في الكورة يفتح لك يفتح لك ببن كتير قوي الصبر في الكورة طبعا يعني لازم تصبر أنا ما نزلش من أول دقيقة بطلع كل اللي عندي ما دارش أكمل هو ما ديقول أحسن فرق في العالم بتعملين يعني لو تفرجنا مباري على البرشلونة مغلوبة 2-0 ورجعت المباراة وكسبة الصبر يعني إيه الصبر يعني أنا أقدر أشتغل وحافظ على كدراتي البدنية وفي لحظة أقدر أخلص المورو جبت هدفي بقى عندي فرصة جبي الهدف التاني وده اللي حصل دي كورة العالمية إحنا عندنا لعيبة كويسة جدا لكن لعيبة كويسة دي عايزة أمدرس كويس جدا بس تمام كابتن كاس يعني كابتن فاروق يمكن لخص طبعا هنكلم أكثر وأكثر فيما يخص بقى المراكز والتغييرات والحاجات دي ولكن بصفة عامة نظرة رؤية كابتن أحمد الكاس فيما يخص لقالي هلين أقول لك إن أولا طبعا أنا بلتفك مع كابتن فاروق إن مش جمهور الزمالك بس أكيد جمهور مصد كل زعلان زعلان طبعا لأن ناس الزمالك اسم كبير جدا وتاريخ كبير جدا في عالم كرة القدم نهاردة لما الزمالك زي ما كابتن فاروق قال إن بيدخل فيه جون أعتقد إن ده بيبقى شيء صعب قوي خلينا عشان نقول فعلا نقول الكلام ده كله يمكن أنا باتفق بردك مع كابتن فاروق إن الراجل ما ذكرش الفرقة ما ذكرش الفرقة المفروض إن أنا لازم أحترم الفرقة وأحترم الخصم أبقى عمل حسابه وأنا داخل المباراة ومجهز لعبتي في إن أنا إزاي النقطة القوة اللي موجودة في فرقة أتلتكو ونقطة الضعف اللي موجودة أقدر إن أنا من خلال الكلام ده كله أبدأ أشتغل على الأسبوع أو ثلاثة ايام أو أربعة ايام على اللعيبة اللي تقدر تنفذني الخطة اللي أنا حقدر أشتغل عليها يمكن ده ما كانش متوجد بجانب إن كان فيه فقد يعني مش عايز أقول مش فقد روح لكن التوتر العصبي والاستعجال إن أنا عايز أجيب جهون ممكن يكون مؤدي ده لكن نجم لما نبص في في اللحة التانية إن في آخر مورا زي ما كانت فيه وقال إن الفرقة بدانين وقات بقى ما فيش حتى عنده هدف إنه يجيب باستثناءات واحد اثنين تلاتة بالكتير قوي موجودين في الفرقة لكن بشكل عام يعني زي ما كانت زمانك ما كانش مقنع ودي لازم نقول لكن ما زال في أمل يمكن الهدف أنا كنت قاعد مع كابتن سامي بتفرج الموراه قلت له استنى هنجيب جون دلوقتي فيمكن اتناعت بره شوية كده وقفت بره وقفت بره كابتن فاروق قلت له استنى سامي هنجيب جون دلوقتي أنا وقفت وفعلا يعني ربنا كلمنا عبدالله دخل وجاب جون قلت له لو فيه ديئة تانية هنجيب الجون التاني أنا بتكلم إن في الآخر كان فيه هدف يعني فعلا بدخول أيمان حفني فرق كتير جدا ما بكلمش برضا في النوع بس بكلم بشكل عام تقني نفسي أنا بتكلم من فيه ثقة يعني اللعبة ذات نفسها عندها ثقة في أيمان حفني إنه يقدر يعمل لهم جون يقدر يوصل ياخد ضربة جزاء يعمل بجانب إن اللعبة ذات نفسها كان فيه حلقة من عدم التركيز عدم التركيز ده مهم جدا يعني التركيز ده حالة كويسة مش فايقين يعني بتلاقي واحد أو اتنين يمكن كلنا حنجمع حنقوله مثلا إن عبدالله جماعة يمكن كان أحسنهم لأنه الوحيد اللي تحسنه إنه بقيت الفرقة مش هو مش فرجالي سياسي مش حمد النقاز مش بطيب مش أهم مش حمد زيز يعني بتكلم في حالة عامة فده معناه إن اللعبة يمكن ما داخلتش المباراة بتركيز الماتش أو يقول يمكن يا كابتن وقت قصير جدا وبتخش في كذا طوله 4-3 إيام أنا كنت بردك بتحطفق بردك مع كاتف فاروق في النقطة دي لازم في إحلال وتجدير يعني أنا عشان أدخل لازم عندي بديل قوي أنا نتزمالك وعندي لعيبك وويسك جدا مهمة أوي إن أنا إزاي يحصل التوليفة دي إن أنا إزاي أولف ما بين الفرقة دي ودخل ده إمتى وطلع ده إمتى دي بتاعة المدير الفني على حسب رؤيته بالنسبة للعيبة اللي موجودة عنده أعتقد دي نقطة مهمة أوي يعني إن المدير الفني يبقى عارف قدي إيه إن مثلا سامي الشجير النهاردة إيه مجد فأنا ممكن أخليه يبقى موجود بديل ويبقى اللي عندي اللي بديل ده ينزل هيقديه لي بنفس الدور ده بنفس الكفاءة وفي نفسه بدخل في الفرصة فرصة الفروق كابتن مش كبيرا ما بين الأساس والاحتياط لا لا خلص إنت عندك زي ما كابتن فروق قال من أحسن اللعبة اللي موجودة في مصر اللعبة اللعبة لنزل مالك هي محتاجة حتة إن يبقى فيه تركيز محتاجة إن يحصل فيه نعمة توليف محتاجة إن نركز كويس قوي عشان أخدمه كابتن سامي مصر يا كابتن نحمي أنا بالنسبالي تفرق معاه بشكل كبير جدا البداية ويمكن كابتن فروق هم معنا وهو كابتننا والناس اللي دربتنا أو البداية بتفرق معك كلاعيب كنت أول عشرين دقيقة تشيل الضغط عليك إنك لا يزد جيب هدف أي فرقة بتلعب ناتز زمانك سواء في الدورة أو في أفريقيا بتيجي أول عشرين دقيقة اللي هي الضغط العصب بتاع الجمهور والملعب دي أول فترة لازم تخلص فيها كل ما بيعد الوقت بعد العشرين دقيقة دي هو بيغض سرقة في نفسه والضغط بتحول على ناتز زمانك بقى فيه تسرع وفيه في نفس الوقت إضاعة فرص زي ما حصلت بكده في فترة وفترات النهاردة البداية ما كيتش كويسة اللعيبة زي ما قلنا هي مجهدة النهاردة بتلعب كل 3 يام مباراة كل 72 ساعة وده ما ينفعش إنك إنت الدايرة مداياها قوي كمدير فني طبيعي أنك لازم توسع الدايرة وتزود عدد اللعيبة اللي هي بتدخلها في المباراة كل مباراة طلول أخرى النهاردة انت قلت الفروق مش كبيرة فنيا لكن الفروق بقت كبيرة بدنيا ودي المشكلة كبيرة جدا انت عندك في لعبة النهاردة ما تيجي تكلام حمود عبيز يعني بقى لوادي ما لعبش هكذا بتأخذ فرصة من 5-6-7-8 النهاردة بتتكلم إيه بقى على معظم محمد عبدالسلام إيه على حزم إمام إيه على البهاء مجدي إيه على البقلي تحت الفرود عنطر متبولي حف ندخل على فترات بعد ما كان كويس فانت عملت فجوة فانيه بدنية حتى لو محمد عبدالسلام موجود برده بعيد بعته جدا انت بعت الناس بشكل كبير جدا فالنهاردة انت النهاردة صارت بتاعك مكانش كويس النهاردة فرقة بحجم نات زمالي بتاع ملعبها بتتكلم على أول فرصة كانت في 6 دقيق مفيش فرصة تانية خلال 45 دقيقة لأول يعني نهاردة بتاعب على ملعبك وسط جمهورك موضعتش فرصة في أول 6 دقايق اللي هتدرب الحر سددها أساسي جاءت لك طيب اللي صدها غير كده انت وضعتش فرصة ما نفعش عمل عبك وسط جمهورك بتاعات 5 أو 40 دقيقة أو 40 دقيقة حتى بعد الفرصة دي ما جمتش فرصة ودي ما نفعش بحاجة من نادس زمالك خلال المباركة الأخيرة كان عنده كمية فرصة جدا المطش ده ما حصلش ده مهولينا كنت خلينا نتكلم كابتال فرق لحاجة اللي هي المحلي غير الأفريخي صحيح لازم تبقى عارف القصة دي شغلك في أفريخي غير شغلك في الدورة النهاردة طلعي فرق عندها خبرات فرق عندها قوة عندها شراسة عندها الاتحامات عندها بدنيا كويسة جدا ومقفلين بشكل كويس قوي فانت النهاردة لازم تغير النهاردة كل اللعب في الشوت الأول عايز سبق من العمق النهاردة لازم بقى عندك وفي نفس الوقت انت لازم هتوجه للشهود الثاني احنا متعودين للشهود الثاني الفرق كرفها بينزل البديل بتاعك كل بيحاول يعلي الريتني بتاع الفرق شوية فالنهاردة في مشكلة موجودة في نهاية زمالك اللي هو كل 3 يام براه انت مقالل العدد اللعيبة وفي نفس الوقت احنا للشهود الثاني مشكلة انت بيجي فيك أهداف على طول الفترة اللي فدي كلها احنا قلنا افضل حافظ على ناكيت تخش فيه اهداف لقد ادقى تسعين نهاردة تجيبت الجون امتا ديها تلاتة وتسعين تبتلاتة وتسعين لأ كنت صفر صفر كنت خلصت الجيم فالنهاردة مش كل مبارا بيخش فيك اهداف ممكن بتضع فرص بتضعب وتضعب فجأة تلاقي فيك داخل فيك هدف زي ما يجي صعب الامر عليك صعب الامر عليك بشكل كبير جدا فشاف الأول امن بشكل كويس قوي وحاول تخلص كل الفرص اللي بيجي لك لك انا بقولك النهاردة ما عجبنوش كل اللعيبة لان كلهم كان خارج الفورمة تماما خارج المباراة النهاردة تماما بسنا قلنا عبدالله جمعة وعبدالله برضو الهدف اللي جي من ناحيته هو راجل مش بك اساسا فلسه عايز شغل معنا خصوص كتير ما ينفعش يفتح يفتح الجابة الرجل العدي بالشكل ده فدي كانت مشكلة كبيرة جدا لكن انا مش عجباني اللعيبة الأداء لكن احنا عايزينه بالورقة والألم احنا لسه جوه جي لسه فيه أمر فرقة كبيرة زي ما قولنا برزة جوه النهاردة انت عندك فرصة انك تتغلط 3 بونط ان شاء الله الفترة اللي جاية في المطش اللي جاي بنغل كل مباراة على حدة وفريق انجوله ما اعتقدش انه يلعب بنفس الأداء اللي لعب فيه النهاردة هيفتح هيفتح جي هكيدة يلعب بالستراتيجية طب كابتن سامي قال ما نروح لكابتن فاروق لان انا عارف ان انت يعني شوية الموضوع ده كلمت فيه اكتر من المرة فيه اكتر من الحلقة هنا معاني فيما يخص المؤجلات وفيما يخص القضاء كنت بتكلم عليها في المؤدمة فيك انت أجلت مباراة للنادي الأهلي لما كان بلعب قمنا الترجل التونسي وأجلت المؤجل النهاردة نادي الزمالك ونادي المقصة هم اللي فيه متفقين على مطش التأجيل مطش المقصة شايف الوضع يمشي ازاي المفروض لا هو المفروض انت قلت حاجة قلت فيه فرقة وسط لقبل النهائي اللي بترجد خلاص فانت خلاص عرفت منه النهاردة احنا بنتكلم على الدور الستاشر وإحنا قرد احنا في دور التمانية خلاص اتلاعي بالستاشر الأول بفكر على وقت تاني للتمانية لك احنا الفرقتين مجاهدين انت فيه وقت من وقت بتقول نادي الزمالك بيمثل مصر ما بيمثلش نادي الزمالك زي الأهل ما بيمثل مصر احنا النهاردة انت شايف فرقة الزمالك ما عندهاش غير أمل واحد اللي هو المباراة اللي جاي خليني اتكلم بالأمل الوحيد فلازم تروح الفرقة وهو مرياحة مش وهو مجهدة مش معقول هلعب الأربع وروح مسافر نلعبهم الحد ونلعب الحد أساسا احنا مش عشان نهد الأمور ما بين بيرامز ما بين نادي الأهلي نوجه تنادي الزمالك وهو دخل على مباراة قوية جدا في أفريقيا النهاردة انت حطيت بيرامز في التوقيت ده هو النادي الأهلي لأنه هما في دورة 16 ما تحطش معهم دورة 8 دورة 8 معهم ليه وبعين قالك قالك المقصة نفسها بالطالب مش الزمالك اللي واحده اللي بيطالب المقصة نفسها أنا سمعت كابتن طلعت يوسف ممكن هو كمان حصل على إيقافة على فكرة بسبب تصرحاته اه طبعا هو كما أقوف بسبب التصرحات إن هو الراجل عايز يأجل إن انت بتلعبه على طول على طول على طول على طول فقالك مش مظبوط فقالك النهاردة يتأجل مطش الزمالك يتأجل مطش على معتخذ انتاج الحربي وقالك كمان انتاج الحربي أنا مش موجود عند لعبة في المتخب مصر فما تلعبها لي ما تلعبها لي في التوقف صح اللي هو شهر مارس فالنهاردة ده احنا بنقول دورة 16 ما تلعبش في الكاس ودورة 8 هتلعبه لا أجل التمانية ورعب الكاس برغب إن هو انت بتحل أزمة وجبت الكاس بدر عشان مشكلت الأهلي وبرمز لكن ده مش زنب نادي الزمالك صحيح او مش زنب فرقة المقصة صحيح كابتن فاروق يعني يمكن الملايين اللي بيتابعوا البرنامج من جمهور نادي الزمالك وطبعا سعاداء بوجود سيادتك برضو وأنت لك خبرة طويلة جدا وحضرك كنت الموديل الفني ومسطر الفني لاتحاد الكرة المصري وضغط المبارات وتلاحهم المباريات والكلب المكلين عند وجهة نظر البعض انت بتلاقي النادي الآلي في مهمة وطنية احنا كلنا من دعم ده لإن احنا نتمنى إن مصر تبقى دايما على مناصات التدويق نادي الزمالك بيمر بنفس التجربة وفي موقف حساس وازدادت الصعوبة بلاتيجة مبارات اليوم والمقصة كمان طالب التأجيل إيه المشكلة؟ طبعا نحروح لنقطة بس طبعا أنا عامل الدوري العام ليه وعمل كاس مصر ليه عشان نلعب في البطولات الفريقية صحيح يعني حاجة يعني بالورقة أولا أنا برتاكب المستوى أعلى يعني احنا بنعب في الدوري المحلي لكن أنا كل اللي بيطلع المربع الزابي اللي بيوصلوا مربع الزابي إنه الكاس الكاس بيروح للكمفدرالية بيروح للأبطال الدوري ده الهدف صحيح أنا شايف إن ده حيبقى ضغط إن إحنا يمكن كان فيه تصريح النهاردة إن كل فرقة تلعب في البطولة واحدة إلا اللي عندها إمكانيات يعني اللي عندها إمكانيات زي الأهل والزمالك لكن ما بتقدرش تلعب في 4 بطولات يعني الأهل والزمالك السنة دي بلعب في 4 بطولات ودي مشكلة الحاجة التانية يا أحمد أنا كنت بتكلم على يعني معلش أنا أتكلم في ناحية الفنية ها خطت إدفاع ناتزة ملك عنده مشكلة جمدة جدا يعني بتكلم بقى بقائية بقى في أمور إن ناتزة ملك النهاردة طوال 90 ديئة أو 100 ديئة ما بدأش هجمة متاحت ونخلينا نتفرج على المباراة ونرجع على المباراة محمود علاء عمل فجوة كبيرة جدا في ناتزة ملك تأثيره كان ناردة كان كبير أنا بقى ما بيكون عندي واحد كبير وبيقدي وعنده الخبرات وبيعرف يتقدم البديل ما بقى زيه يعني البديل ما بقى الشبه إن ده عنده خبرة عنده ثقة هدف الدورة العام بيقدر يكورات السادة يعيب كورة بيبدأ هجمة متاحت وعنده ثقة بينه بنجنش بالسلم ويبدأ بيها الهجمة انت طوال التسعين ديئة انت مش عارف تبدأ هجمة متاحت وواحد من عندهم بيضغط كان سامق بيتكلم على نقطة مهمة وهي بداية المباراة انت ده انت لو الخبرات بتاعتك اشتغلت مع فرقة حطت حطت صفين أو خطين وخط دفاع وخط قدامه في نص الملعب من غير مهاجم أو مهاجم واحد بيجري يعني رزل في الجري انت طوال التسعين ديئة مش عارف تفتre حاجم اللي عندك واحد طرف واحد وواحده عبدالله عبدالله جمع جمعة يعني عبدالله جمعة شوف الحس بتاع الجمهير جمهير في الملعب عبدالله 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 يعني الجمهير حسه من اللي شغل من اللي في من اللي وفع على رجله طبعا بجانب انت النهاردة زي ما تكلمت على خط الدفاع الخط الدفاع يعني الوينش بقى له فترة ما بلعبش وعايز يضغط على نفسه محمد مثل محمد عبدالغاني ما عندوش الخبرات ان هو يبدأ الهجمة لعيب كويس لكن ما عندوش الخبرات دي مشاكل قبل اتنادزة مالك النهاردة فرجاني مش في حالته طريق حمد متوتر طوله المباراة متوتر يعني كويس اللي حكا ما تعملش معاب اعناف من كده عندنا بقى مشكلة النهاردة فنية ما حدش بتكلم فيها وهي كهرباء امبا اوباما وكهرباء الاتنين بلعبوا نحيط الشمال الاتنين بلعبوا نحيط شمال ويزيزوا ده المكان ده مش بتاعهم في انت الثلاثة اللي تحت المواجه مش موجودين لو قلتلي طيب ملمس الكورة ملعبش الكورة ما محدش بلعبه حتى كابتن طيب ذات نفسه ما كانش اصلا يعني بفرود اساسي عشان يبقى محطة بينزل كمان لتحت كمان بينزل خلاص انت فتقط بقى الكسافة اللي تقدر تطورك المباراة خليك تجيب اهداف بدليل ان انت جبت الهدف من كورة عرضية كويس كورة عرضية وجاي اوباما اللي مش مترائب بيحط كورة لكن لا والتوقيت بتاعها ان الفرقة الثانية خلاص حصت ان الماتش خلص يعني التوقيت بتاع الهدف بتاع ناتزام لكن الفرقة الثانية حصت ان المبراخل انا بتكلم على اوباما وكهربا اوباما وكهربا نهاردة كانوا عاملين مشكلة في الملحب تكلم بأمانة جدا كورة اوباما النهاردة من بداية خالص بيلعب كورة بتاع الدور العام هتسيبك بقى ان هو اجاب الهدف يعني الهدف اللي هو اجابه ده موضوعاتها لكن الكورة اللي بيلعبها اوباما دي بتاع الدور العام مش بتاع افريكيا افريكا كورة بتشتغل كورة ما تتعبش في افريكيا الدور العام يعمل انت عايز تعمله ان انت خلاص انت دلوقتي راكب الجدول واحسن فرقة بتلعب كورة واحسن مجموعة موجودة غير افريكا ده هم معرفوش اللعيبة معرفوش اوباما معرفوش كهربا عايزين يكسبوا عايزين ياخدوا نتيجة ايجابية من اللقاء هم عندهم عايزين ايه يعني بص المفاهيم لازم تبقى عارف انت جايين مصر عايزين ايه من المبره يعني ما تغلبوا واحد سفر ده كويس ما تغلبوا اتنين سفر مسلا يبقى منطقي لو تعادلوا بان جهر نادي كبير انت ما تلعبش نادي صغير ده نادي زمالك نادي كبير يعني نتكلم عن نادي كان بطولة افريقية لا نادي كبير فانت ما بتعامل مع نادي زمالك او هم ما بتعاملوا مع نادي زمالك جايين خايفين انت ما قدرش تستغل ده من البداية تاني حاجة انا بقول ضغط المبره احنا بنقول ضغط ان احنا بانسا لعبنا كورا ضغط المبره عشان يبقى في حالة انتعاشة تانية للفرقة ده شغل مدرب وشغل الجهاز يعني انا ما بلعب كل ممكن فرقة بتلعب كل 3 اربعة احطية اي لكن الجهاز الفني شغلته انه هو يرجع للعيبة لحالتها اللي استشفى بتاع اللعيبة تلاقي اللعيبة عايشة وتقدر تأدي المبرات ما حستاش انت كابتن دي النهاردة انا حسيت النهاردة ان الزمالك متكتف لعبة الزمالك متكتفها فيه جهاد طبعا طبعا حتى في الجارية لو بستت فيه كرة جات لحمد النقوز كم كرة انه ياخد خطوتين حتى المعالغ يقال لك انا مش حالع لا يعني بدون تعليق انا تعتقل على كلام الكابتن اه مجهد ما انا برضك انا مجهد اه وخلاص وفيه ضغط علي هو بقى اللي اعتبارات تبدأ بالنهاردة يعني خلاص احنا شوفنا الدرس ما احنا ما بدينا نغير المفاهيم من الدروس النهاردة الدرس اني نادي زمالك ونادي الآله اللعيبة مراكة النهاردة كمان نادي الآله مش قادر يجري اللعيبة في الملعب اللعيبة مراكة طب ايه الحل الحل عند التحاد الكورة التحاد الكورة لازم يحل المشاكل دي يعني لازم التحاد الكورة يبقى افكاره او نمرى واحد اللي اسمه مصر قبل الدور العام وقبل الكاس ان دلوقتي انت بتمسل الكورة المصرية وانت عندك استعدادات للبطولة افريقية لازم اللعيبة تبقى حتى انت بما تعمل بطولات تبقى عامل انجاز تحضيره للبطولة بشكل كويس اسمك في القارة تبقى بشكل كويس فانت لازم تتعامل التحاد الكورة يتعامل بمنطق ان اللعيبة دي ما تقدرش بالطريقة دي تكمل يعني اللعيبة دي ممكن حجلة اصابات وانت ممكن تكون محتاجة في المتخب لعيبة مثلا معدل بدني يعمله ارهاق فما يقدرش يشتغل في حاجات كتير قوي ما يقدرش تساعد اللعيبة ان هي تشتغل في الدور العام او في البطولة تماما كابتن ويمكن القضية دي احنا طرحناها وحضرتك مشكورا طرحتها فيما يخص دور اتحاد الكورة تجاه الاندية المصرية ومنهم طبعا نادي مصر المقصة اللي النهاردة قدم طلب وقدم بيان واصدر بيان فيما يخص رغبته في تأجيل مباراة مصر المقصة مع نادي الزمالك وموافقة نادي الزمالك على هذا الطلب وطبعا العلاقات الجيدة والجميلة جدا ما بين ادارتين نادي مصر المقصة ونادي الزمالك معنا ومعكم على الهاتف اللواء باكر سليم المدير التنفيذي اللي نادي مصر المقصة ست اللواء صبع الخير صبع الخير يا كابتن احمد من اول الله يخليك يا فاند بزا حضرتك الله يحفظنا نخليك ومبروك عليكم البرنامج وقبال كده ان شاء الله نادي الزمالك بإذن الله ان شاء الله يا فاند طبعا تزمكا وبير وكابتن فاروق جعفر كابتن مصر وحبيبي كابتن احمد الكاس كابتن سامي ششيني طبعا نورين الدنيا كلها يعني اصدرته بيان النهاردة فيما يخص المباراة يعني كواليس الطلب وكيف ترى موقف مصر المقصة وكيف ترى موقف اتحاد الكرة ولجنة المسابقات من هذه الازمة وهذه المباراة والله يا كابتن احمد تعليمات ست اللواء محمد عبدالسلام ان احنا دايما بنساعد وبنعاون اي نادي بيمر بظروف صعبة نعم نادي الزمالك هو بيمثل مصر دلوقتي ونادي كبير وخيمة وخصوصا بعد المباراة النهاردة فكلنا وراء نادي الزمالك واحنا البلنطالب قبل نادي الزمالك بتأجيل المباراة وكان فيه مبادرة من نادي مصر المقصة ونقلتها شخصيا لاخل طاضل ستاز عامر حسين بينقلها لكابتن هاني بريدة وهي انه بطولة كاس مصر تؤجل الى بعد البطولة الافريقية علشان تدي فرصة لجميع الانبية وخاصة النادي الزمالك والنادي الآلي ونادي بيرامج المشكلة اللي موجودة تببها بطولة كاس مصر واحنا عندنا وقت كبير جدا وان تتلقى بالبطولة زي ما قال لكابتن فاروق جعفر ان احنا نحل المشكلة بان احنا نأجل بطولات كاس مصر كلها محدش حيضطر في الموضوع وكل الناس هتبقى سعيدة جدا انها بتكمل رسالتها بحب وبدعم كبير جدا لنادي الزمالك والنادي الآلي في البطولة الافريقية واحنا بنتمنى لهم كل التوفيق ويريت من برنامج كابتن فاروق جعفر والرجوم كابتن عمد الكاس جابتن سامي شاشيني انه البادرة بتاعة نادي مصر المقصة تنقل للمؤمن في هنا بريدة بتأجيل مباريات كاس مصر الى بعد البطولة الافريقية خاصة ان البطولة الافريقية بتقام تحت رعاية رئيس الجمهورية الفتاح السيسي اللي هو حاليا ما في كاسب الاتحاد الافريقي او المنظمة الافريقية فلازم مصر تظهر باعلى طورة واحسن مكانة للنواح الرياضية مش معقول احنا بننظم بطولة الافريقية ونجد ان فيه صراعات وخلافات وانسحابات حاجات طبعا لا تليك ابدا لمستوى الرياضة المصرية ولا القيادات اللي موجودة على مستوى مصر بالنسبة الافريقية نعم فأتمنى ان صوت العقل ينفذ ويصل الى الكابتن هانا بوريدا ليه تأجيل مباريات جاسب مصر كلها بالكان اه يعني حاجة مش بتقصد بس الزمالك ومصر المقصة حاجة كده بتقصد كمان مباراة برامل زوالاهلي برامل زوالاهلي وان الزمالك كمان يشارك لغاية نهاية البطولة الافريقية يكونش عنده بقى مباراة تنغصوا حياته يلعب مثلا مع المقصة جايز جدا اي حد من نجوم الفرعي وصاب وملعبش وبكده انا راحين خسرانين واحنا راحين نلعب المباراة في منتقى الاهمية بالنسبة لنادي الزمالك اكيد ما لاش اي اهمية بالنسبة لنادي مصر المقصة ان انا اعرق المسير في نهاية الزمالك مشاعر جميلة جدا نسيت اللي هو طب حضرك لما توصلت مع الحاج عامر حسين كان رد الحاج عامر حسين بشكل ودي عليك ايه والله يا الرجل كان محترم جدا وكان رده في منتاج وقال لي دي فعلا بابرة ممتازة جدا وانا بوعدك شخصيا ان الصورة دي للكابتن هانا بريدة وحتى طلب مني ان انا اتصل بيه واكلمه قلت له لا انا يريد يبقى ايه عن طريقك انت كرئيس لجنة المسابات وانت صاحب القرار وانت شايف ان جدول ملعبك اخر لعبك وفيه كلفات كبيرة جدا اتقدي الى حاجات ماينفعش ان احنا ننتظر ان يحصل اي انتحاب مثلا من النادي الاهلي او بيرامز او الزمالك او اي سبب من الاسباب ونجد رد فعل ما نعرفش نسيطر عليه بعد كده لكن الكرة اصلا في ملعبك والرجل كرئيس لجنة المسابات صاحب قرار وليك قرارك ان انت باجل مباريات كاس مصر لبعض البطولة الافريخية وكان رده رد محترم جدا ورد وطني ويعني مقتنع تماما ببادرة نادي مصر المقصة وبادرة النوة محمد عبدالله جميل يعني كده الموقف اللي خده رئيس لجنة المسابات معك على التليفون انه ما فيش مشكلة بالنسبة له كرئيس لجنة المسابات المصرية في ان هو يسكن مباراة مصر المقصة والزمالك او مباراة الكاس بصفة عامة في اي وقت اغر خلال هذا الموسم هو كمان يعني اقتنع تماما بتأجيل بطولة كاس مصر المبعد بطولة الافريخية وقال لي انا او اعيدك ان وجهة النظر دي المهندس هنا بريدة والمجلس الدولة والتحالي بكور نعم طيب برؤية سيادتك وطبعا قربك من الكواليس يعني كيف ترى الامر هل احتمالية تأجيل المباراة تحديدا مصر المقصة والزمالك شايفان احتمالات كبيرة في ظل طبعا موافقة نادي الزمالك واثناءه على هذه المبادرة الجميلة من سيادتكم وطبعا بحي من هنا من هذا المنبر في الزمالك اليوم اللي هو محمد عبدالسلام على هذه البادرة الطيبة ده دور وطني ليكم حاجة تشكروا عليها جدا 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 انتوا حاسين بقيمة المباراة القادمة نادي الزمالك لانه في مهمة وطنية شايف ان المباراة من الممكن ان تؤجل بناءا على تطمينات مسلا من اتحاد الكرة المصري حتى الان الزمالك والمخصة حتؤجل ان شاء الله لكن احنا بنطالب اكبر من كده ان احنا يشيل الفتيل اللي موجود ونشيل الصراع الوهم اللي موجود وندي كل واحد قمته يعني العرض الاهلي بيعتبر نفسه انه بيتلوي ذراعه ان انا نلعب مباراة وانا مش عايز العبها بنا مزي نفس الحكاية الزمالك نفس الموضوع واحنا نفس القصة فبالتالي القرار والكرة سنلعب اتحاد الكرة والقرار عند رئيس لجنة المسابقات اللي الراجل مقتنع جدا بهذه البادرة وقال وعدني فعلا وعد وهو راجل محترم جدا اخونا الكبير حاجة عمر حسين انه حينقل هذه الصورة وبقوة المهندس هاني بريد ونتعشح بإذن الله انه يتم هذا الكلام عشان زي ما قلت لحضرتك نتفرغ الى البطولة الافريقية والاهم من شاهله سابت لو باكر سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقصة بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة التليفونية الجملة في منتهى الاهمية في نهاية الحوار ان بنسبة 100% ان شاء الله المباراة ستؤجل دي رؤيته ان المباراة ستؤجل واضن ان ده مطلب عادل جدا من نادي الزمالك ومن نادي مصر المقصة واضن يا كابتن فاروق انت اشرت برضو نقطة في منتهى الاهمية تعدى على ناس كتير ان اللعيب العيبة الزمالك ولعيبة الاهلي ولعيبة المقصة اللعيبة الجيدة اللي في المقصة اللي ممكن يظهر ما في الاخر دو قوام المنتخب طبعا اجهادهم مش في صالح المنتخب اللي عنده تجمع في شهر مارس طبعا ممكن اللعيب يجيلك متصاب مجهد مش قادر طبيعي هو كان على يعني انا شايف كان اتحاد الكرة ولجنة مسابقات قعدت معه رسال الاندية او مدير الفني بتاع الاندية وكلمت معهم هل يقدروا يكملوا ولا تعمل اصابات للعيبة تعمل ارهوك للعيبة تحس اللعيبة ان هي ممكن تبقى محتاجة للجهد اكبر ده يأثر على تحضير المنتخب القومي للبطولة الافريقية خلي بالك احنا بنكلم في تحضير المنتخب القومي احنا دلغاية دلوقتي متأخرين تحضير المنتخب ده قبل البطولة لازم بستة وشهر فيه قبل كده حصل ان كابتن جوري الله رحمه وقف الدوري وانا ما كنت مسك مدير فني المنتخب طلبت ان انا وقف الدوري كان يمكن ان احمد الكاس كان موجود معايا هو طبيعة لعيب المصر كده وطبيعة المنتخب المصر احنا ده وده ده مربط الفرص ان انت ما عندكش اللعيب اللي يقدر يلعب لك كل 72 ساعة مباراة الثقافة واللياقة الزهنية طبعا ونوعية التدريب برده يعني حاجات كتير قوي تخليك ما تقدرش تعمل كده لكن احنا نشوف الصالح العام للاندية الصالح العام للأهلي للزمالك للإسماعيل اللي بيبالعبوا في البطولة ايه الصالح ليهم طب هما دولت بيمثلوا مصر يعني مهم دي في الحقيقة هما دولت بيمثلوا مصر والزمالك كابتن لما يروح انجوله مطش اللقاء ويكسب هو ده مش يفرح يعني خمسين فتوط زمال كابتن طبعا مصر قيمتها كبيرة جدا وهي البلد الاولى في الافريقيا وكل حاجة لكن احنا عايزين الاستمرار دايما البطل العظيم هو اللي بيستمر في الأداء اللي بيحقق البطولات مصر عملت بطولات كتير جدا الاهلي والزمالك عملوا بطولات كتير جدا دلوقتي احنا عندنا فرقتين على مستوى عالي جدا لكن احنا من شغلنا بقى احنا بنتكلم بالستوديوهات او اتحاد الكورة او المدير الفني في اتحاد الكورة او المدير الفني بتاع المنتخب يبقى شغله الشاغل انه هو ما يرهقش اللعيبة ويحضر للبطولة بشكل كويس جدا ويحافظ على اللعيبة انت ما ترهق اللعيب اللعيب حيجي له اصابة ما بترهق اللعيب اللعيب حتلاقيه المعدل الزهني بتاعه مش مظبوط لو وعت من له اللي اقل بدنيا مش هتعرف ترجحها تانية فانت من ثقافة الاداء القروي او الفني ان انت تحافظ على اللعيب هتحافظ على اللعيب ازاي ان انت بترهقب اللعيب بشكل كويس جدا لو حسيت ان اللعيبة مرهقة ان اللعيب عليها ضغوط ان اللعيبة نفسيا ومعنويا مش قادرة توصل لانحيا الفنية بشكل جيد ده يأثر على اداء اللعيبة فخلينا نتكلم ان اتحاد الكورة لدور اساسي 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 في الحفاظ على اللعيبة احنا ما بنقول كده احنا بنحافظ على اللعيبة وكمان لازم مصر تبهن بشكل جيد في البطولة الافريكية ان شاء الله اكيد كده احنا بنكلم على مهمة وطنية كابتن كاس فيما خص تأجير المباراة بحس وطني وبحي مرة تانية اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقصة واللواء باكر سليم بيكلموا على النادي زمالك مقبل على المهمة وطنية وهو الطرف التاني في لقاء الزمالك اللي جاي طبيعي جدا الزمالك داخل على مطش صعب يسفر عشر ساعات بطيارة خاصة طبيعي جدا ان انت ممكن تأجل مباراة خصوصا ان انت عندك وقت بعد كده تلعب مباراة الكاس هو لان من ناحية طبعا سادة اللواء محمد عبدالسلام لو رئيس نادي المقصة ودارة نادي المقصة اولا كان سهل اول ان نادي المقصة يقولك انا فرصة ونادي الزمالك مجهد وفي الحالة ديات ان انا نعب مباراة كاس مصر لكن هو ما بصش للمنظور ده ما بص منظور للمصلحة اكبر من كده وهي مصلحة مصر كلها اعتقد كل اللي بنتكلم سواء اللواء باكري او سواء اللواء محمد عبدالسلام او سواء المستشار المرتضى او كابتن فروغ او احنا بنتكلم بنتكلم في مصلحة الكرة مصرية في مصلحة الكرة مصرية تمثلة في اللعبين اللعبين ديات لازم احافظ عليها زي ما كابتن فروغ قال لازم احافظ عليها عشان انا داخل على بطولة كبيرة جدا وكيام مصر كله من خلال البطولة دي سواء الأهل الزمالك بيرامس الإسماعيل المصري يعني نواة المنتخب كلها معظم من الأهل الزمالك لكن عشان أحافظ على الكلام ده كله الأهل الزمالك من أكتر الأندية اللي بتشارك في البطولات وأكتر الأندية اللعيبة فيها بتبهى عندها نسبة الإجهادة عالية جدا وإحنا مقبلين يعني إحنا فعلاً نزم ما كابتو فاروق قال إحنا متأخرين جداً متأخرين جداً مفروض أن تجمع اللعيبة لعبة منتخب مصر ده المفروض أن أقول له مثلاً مثلاً خمس ست شهور يبقى موجودين لأنه فعلاً لازم بقى فيه لقاءات ودية ولازم بقى فيه تجانس ولازم بقى فيه بس الجدول مسحوش مش فيه جدول لكن أنا بكلم برضك منتخب مصر يعني لازم أستقطب من الكلام ده كلهم لازم أستقطب عشان أنا همسل مصر يعني أنا مش حاجة حلعب عشان حازف موسيقى فحازف موسيقى لازم يبقى كل واحد حافظه هو هيعمل إيه مفيش واحد كله بيعزف في حتة تانية فلعيبة منتخب مصر ده أو الخطة المدير الفني بتاع منتخب مصر عايز يعملها لازم يطبقها من خلال لقاءات مش من خلال تدريباته بس لا من خلال التدريبات ومن خلال كمان اللقات اللي هده نعمل أشكراً لو متاجل لعيبة ففكرة اللي جاد مهمة جداً طيب الزمالك النهاردة أعتقد يفرق معك كتير جداً في فكرة الاستشفى وفكرة أنهما يستعيدوا مرة أخرى اللياقة الذهنية قبل اللياقة البدنية قبل اللقاء نقول أن المطش ده يتأجل ده شيء طبيعي أولاً استشفى برضك ده لحالة مؤقتة يعني هابدتكلم مثلاً استشفى عشان ألحى مثلاً إيه يبقى عندي مثلاً إيه المطش اللي جاي ألحى أبقى أبقى فريش شوية لكن انت بتكلم في استشفى عام بالنسبة لمنتخب مصر يعني لازم زي ما اتقال هنا النهاردة وانا بحيث طبعاً لو بكري والستة اللي هم حامسان أن فعلاً تأجيل كاس مصر ده لما بعد بطولة أفريقيا لأن ده حيدي فيه نوع من الارتحية شوية بطولات الدولة ممكن تتكمل حيبقى عندك وقت حتى الناس اللي مشاركة في البطولات الأفريقية والكونفترالية وزي الأهلي والزمالك والإسماعيل زي ما كابتن فروق قال حيبقى عندها وقت وبعدها تنزع فتيل الأزمة زي ما بيقول يعني الدنيا زي ما انت شايف براملز والأهلي والمطش ده كلام كلام جميل وكلام مقنع وكلام مقنع يعني كلام مقنع التكلم بإقناع وأعتقد طبعاً يعني كابتن هاني بوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة طبعاً أعتقد أنه بردك يعني بيحس ممكن بالكلام ده كله وأكيد متابع للكلام ده كله فلازم عليها قرار قرار ومش قرار مثلاً يعني فرض من يا لا ده قرار لمصلحة الكرة مصلحة ومصلحة منتخب مصر بس كابتن أنا أعتقد كابتن سامي أن فكرة أن المقاصة والزمالك بغض النظر بقى عن اللي بيحصل أن هما ملعبوش المباراة ويقترحوا معاد آخر ما يمكن أنهم يلعبوا فيه أعتقد حد الكرة ما ينفعش أنه يقف قدام الرغبة دي أعتقد كده لا وأنا بحيي فرقة المقاصة بالذات ليه لأنه بلغة الكرة كان ممكن تصطدك دلوقتي بلغة الكرة نهية فرقة مريحة مبارح أنت النهاردة مجهد فأفضل أنه هو يلعبك يعني أفضل أنه هو ياخدك في الفترة دي ولعبك في الفترة دي هتبقى مجهد هو مريح لعبتك نفسيا مش مزبوطين لأنه هما جايين من تعادل مع طلقة الجيش وجايين من تعادل في أفريقيا ونسبت صعودهم للبطولة بعد كده أقلت شوية فنفسيا لعبها مسجدون مزبوطة فهو كان ممكن في الفترة دي كان هو يلعبك الفترة دي لكن هو بيلعب الحتة عشان أول حاجة بيقف جمبنات زمالك تاني حاجة بينزع زي ما أنت قلت في تيل الأزمة اللي هما بين بيرامدز والنادي الأهلي فما قالكش مطشنا بس لو جيت تبص قالك أنا عايزة أرحل الكاس كله ما تكلمش قالك الكاس كله عشان أزمة عامة عشان الأزمة العامة اللي موجودة دي نقدر نحلها وفي نفس الوقت نقف جمبنات زمالك في المحنة بتاعته اللي موجودة دي مش محنة عشان نقط راحت في الدوري ولا محنة عشان بطوط أفريقيا المحنة البدنية النات زمالك دوات لعبت كلها مجهدة لعيبة تعبانة سهلة جدا أنا جابت تلاقي لعيبة كتير جدا أنت تصاب خلال مبرار اللي جاية لا مش قادرين واضح واضح تقل الملعب نفسه مع تقل اللعيبة نفسها ما أنا بقولك تقل الملعب نفسه مع الإجهاب بتاعت اللعيبة أسهر بشكل كبير جدا على لعيبة مع الشتة والمية مع الشتة والمية والأمطار اللي مبوضة وكلام فتحس إن جيلة لو لاحصت تلاقي بتطلع مع التحمات أو الزحلاء تقيلة شوية تقيلة على اللعيبة مع البدني كمان بتاع اللعيبة مع عدم التركيز برده كل حاجة كل حاجة كابتن معه البدني لا ما حاجة كابتن معه البدني لو أنت مجهد وكابتن فروق عارف كده وحركة عارف كده لو أنت مجهد مش تطلع على الفني خلاص الفني راح منك لو أنت بدني المجهد خلينا نتكلم أساس اللعيب النوحي البدنية كويس إحنا ما بنبني فنية ولا زهنية على البدني البدني هو الأساس أنا النهاردة بقول اللعيبة المصريين أنت بدخلهم حاجة جديدة عليهم ما يقدرش يلعب كل 72 ساعة خلينا وقعيين جدا ما نقدرش نلعب كل 72 ساعة ما نقدرش ما نقدرش نلعب كل وده لازم لازم لاتحاد والاتحاد في يعني لعيب الكورة أو على مستوا كبير يبقى بيرعوا دي أنا ما باجي بقى أتكلم عن النجيلة ما اتكلم عن النجيلة عشان منتخب مصر أو عشان الزمالك أو عشان الأهل تكلم عن النجيلة على الفرقتين إحنا عندنا مشكلة سامي المشكلة أن إحنا اللعيبة الكورة المصري اللعيبة كورة كويس يعني النهاردة أنا حتكلم بنقطة يعني حختلف شوية مع كل الناس اللي كان بالكلام النهاردة فرقة الزمالك فرقة كرة بتلاع فرقة عشوائية مين اللي يكسب العشوائية دايما تكسب التنظيم طبعا العشوائية تكسب التنظيم طبعا انت النهاردة تلاع فرقة عشوائية مش عارف مش عارف امين احسن واحد فيهم مش عارف بلعبوا ازاي واحد بيشتوثوا كرة ثم راحل واحد نحتش ياخدها يجري وانت وضاغط بسبع لعبة في لحظة تلاقي الرجل ده بهو والجول ما فيهاش دليل ان انت تقدر تقول ده الرجل ده بيعملو كزا ده بان موظمين وانت كبتل فرقة لما كنت مديل فرقة بتلاقي من العشوائية دي طبعا اي فرقة عشوائية تكسب التنظيم انت بتقول افكار وتنظيم وانضباط وبتعوض ويوم واحد جاي ملا اخباط لتتنظيم ماسكو الكورة واحد يمشات الكورة مرارة وتلاقي وتلاقي اه والله بجد والله والسرعة وكده طبعا الله يكون فعون اللعباء دايماً ثقافة الاداء الفني هي عنوان الاداء او عنوان الفرقة احنا شايفينه هردة فرقة تعبط ناد الزا مالك يعني تعبط ناد الزا مالك ارهاك تناد الزا مالك مه من قداية المباراة هو ما بلعبه ناد الزا مالك جاري مبرعواش ناد الزا مالك فنيات حتى بيباصوا ويحطوا كران بعض تسليم ويضمت في مترين ثلاتة لكن ما فيش مساحة رؤية في الملعب ما فيش كرة بتتلعبه في الملعب ده أثر على أداء نتزة مالك وانت ما بتيجي تلعب فرقة فيها تنظيم فيها أداء فاني بتشدك معها وترفعك لو فرقة عشوائية زي ما احنا بنتكلم وفرقة بتلعب كرة ما فياش معالم بتاخدك معها وانت أصلا متوتر وانت من بداية بداية انت متوتر ومضغوط وبدنيا انت تعبان ومرهق فكل العناصر دي النهاردة كانت ضد نتزة مالك احنا شوفنا الفرقة التانية لغاية آخر دقيقة هي بتجري هي بتضغط على نتزة مالك واخد الفرقة فاربعينة لكن ما عندوش الحلول فانا كنت عايز بس نتكلم في نيحة الفنية بعدما كابتن أحمد وكابتن سامير خلص كابتن فروق بصفة عملها ودخلنا بقى في الأمور الفنية شايف ان تغييرات جروس النهاردة أضافت لنادي الزي ما لك ده رقم واحد رقم اثنين هل النهاردة هو تدخل مبكرا في التغييرات ولا التدخل كان متأخر وتحديدا من بداية التغييرات كانت بعد الهدف الأحراز والفريق نجولي هسمع إيجابة سيادتك ولكن نطلع لفاصل قصير ثم نواصل مع السودو التحليلي مع استاد الزمالك ونجوم التحليلي الكبار كابتن فروق عفر كابتن أحمد الكاس كابتن سامير شاك أهلا بيكم مرة ثانية مشاهدين يا كرام في السودو التحليلي والزمالك اليوم واستاد الزمالك معنا طبعا كابتن فروق عفر كنت بسأله قبل الفاصل على فكرة أن جروس هل تأخر في التغييرات جروس عمل تغييرات بعد هدف بيترو أتلاتيكو نزل أيمن حفني نزل عمر السعيد ثم نزل حميد أحداد في النهاية يعني عمل اتنين مع بعض وفي الآخر عمل تغييرات تالتة هل هو بيتأخر في التغييرات الصفة عمل كابتن النهاردة برضو تأخر في التغييرات شفت الموضوع ده إزاي يعني أنا شايف أن التغييرات التوقيت بتاعها أنا من وجهة نظر كان على طول بين الشوتين بين الشوتين آه أيمن يبدأ المباراة كان يبدأ شوت تاني طبعا كان يبدأ شوت تاني منت عندك النهاردة زيزو آه يعني صعب أنه يلعب في الحتة دي وخبرات وكورة وكمان عفياجي في الكورة يعني ما بيشغلش دماغه آه شغل الرئة والجارية والعنف لعبة نتزة مالك أو بتلعب في البطولات الأفريقية ما بتلعبش بالقوة نوع أقوى منك سرعة وأسرع منك أنت بتستعمل أقوى من كل دولات العقل فلعبة نتزة مالك عندها الثقافة دي لكن إما بيبقى عندك اتنين تلاتة مش موفقين في الفرقة بيعملوا لك مشاكل نعم النهاردة احنا شفنا بداية الزمالك زي ما أنا كنت بتكلم من البداية نتزة مالك مفيش في الملعب النهاردة قائد بتكلم عن النهاردة نتكلمش على يوم تاني بتكلم عن النهاردة قائد يطور أداء نتزة مالك يشتغل على قاع الأداء في نتزة مالك لو كان في الجانب يعمله المكان في حالته المكان في حالته المكان في حالته الواحد ما بيوصل لمرحلة الاراك ما أنت خلاص بتستاس عمش تاخد الكرة عمش تطور الأداء أنا شاف النهاردة المشاكل السياح في نتزة مالك طريقة الأداء استمرار طريقة الأداء اللعبة تولد تسعين ديئة لازم كان طريقة الأداء اللعبة لازم تتغير أن أنا كان عندي حلول ألعب أربعة 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 أثنين ألعب عمر أنزله يلعب جنب طيب لكن أنا طول المباراة أنا مصمم على طريقة الأداء وأنا شاف أن طريقة الأداء مش مودياني أن أنا أجيب أهداف أنا شاف طريقة الأداء مش مساعداني أن أنا سيطر وطريقة الأداء كمان مش مساعداني أن أنا أكسب فأنت لازم على طول دي بقى عندك الحلول الحلول ليش عند اللعيبة عمري من اللعيبة اللعيبة أدوات بتنفس أفكار المدرب واللي بيخرج عن أفكار المدرب المدرب ما بيلعبهوش فبالتالي النهاردة ميستر جروس هو شريك في الحصل النهاردة كان لازم يتعامل مع المباراة أنا كان وجهة نظر هو مدرب في الدورة المصر كويس جدا لكن في البطولة أفريقية ما أملوش أي أي يعني يعني مع احترامي ما عملش أي إضافة ناتز مالك في البطولة أفريقية نعم فعشان كده أنا بقول أسهل حاجة عليه أنه تتفرج على الفيديو على الفرق اللي بيلعبها يعني بتتفرج على الفرق الفرق اللي احنا بيلعبها يعني بالنسبة ناتز مالك وطاريخ ناتز مالك ولا كيجي وان لكن الفرق دي كان عندها إصرار وبيتلعب بالإصرار وبالإرادة وبالعزيمة في الملعب لكن بتلعبش بعقلها صحيح ناتز مالك عندك أحسن لعيبة المفروض اللعيبة دي تسوق المباراة زي ما عايزة تتحكم في إقاع المباراة تتحكم حتى تتحكم في نتيجة المباراة أنت النهاردة كنت بتدور على في آخر عشر دا ربع ساعة تلت ساعة بتدور على التعادل الودي مشكلة النادي بحجم ناتز مالك وبقوة ناتز مالك وبتاريخ ناتز مالك النهاردة بيدور على التعادل في ملعبه وبين جماهير والنهاردة الجماهير طبعا الواحد مبسوط جدا جماهير ناتز مالك وبشكرها بتوجودها النهاردة في الملعب وكانت عاملة أضافة للعيبة كنت نبسي النهاردة أن اللعيبة تتأقلم على الجماهير وتعيش مع الجماهير وتعمل النهاردة نتيجة أجابية كبت فاروق جالي خبر دلوقتي عاجل هقوله لكل سادة المشاهدين ولكل جمهور الجماهير المصرية وجماهير ناتز مالك أن مجلس إدارة نادي الزمالك بدأس المستشار المرتضى منصور قرر مجلس إدارة نادي الزمالك أن يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مصر المقصة في كأس مصر يوم الأربعاء المقبل في موعد المباراة وفي ملعب المباراة ده قرار من مجلس إدارة نادي الزمالك أن الزمالك سيخوض هذا اللقاء يوم الأربعاء القادم في الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة المصري واللي اخطر به نادي الزمالك ونادي مصر المقصة وانه سيخد المباراة في استاد الجيش في برج العرب يوم الاربع القادم في تمام السابعة مساء ده قرار نهائي وقرار من مجلس دارة نادي الزمالك ورئاس المساشار مرتضى منصور وانه قرر ان هناك مكافئات خاصة جدا في حال الصعود الزمالك في هذا اللقاء على حساب مصر المقصة ثم السفر بعد كده لمباراة انجولا بيترو اتلت ويعني ده قرار مجلس دارة نادي الزمالك وهو يرتقي طبعا وهو بيشوف مصلحة نادي الزمالك كيفما يرى الامر وطبعا اكيد كل جميل نادي الزمالك مع مجلس ادارة نادي الزمالك في اي قرار بيتخذ ولكن هناك قرارات تربوية كابتن كاس فيما يخص بعض اللاعبين اللي النهاردة في كلام على ان كهرباء حيانا بيبقى موافق حيانا بيبقى موافق مركز مش مركز يعني امور الفنية بتدخل ايضا في الامور المعنوية والنفسية فيما يخص الكواليس الفريق النهاردة مجلس الادارة والمساعدة مصور يعني قرر ايقاف كهرباء الاجر غير مسمى وتغريمه غرامة مادية كبيرة جدا 300 الف جنيه اعتقد برضو التدخل التربوية في بعض الاحيان التدخل الفني في بعض الاحيان من قبل ادارة النادي والادارة الفنية ولان خلينا نقول ان اي سلوك بالنسبة لأي لعيب بيخرج عنه نتيجة ان هو ممكن مبقاش موفق اه او ان هو كرة مش مطوعها او هو في حالة مش كويسة عشان يخرج بره السلوك المعتاد عليه فتلاقيه بيدخل في حاجات اللي انا بقولك عليها دي يا متى انا مش شايف فمش موفق كرة مش مطوعاني عايز اعمل حاجات كتيرة جدا انا متعود عليها مش موجودة فبالتالي بخرج بره الاطار ده لكن فيه نوعية لعيبة ان تقدر انها تتحكم في نفسها ودي اللي عندها الخبرة الخبرة ومفروض ان الكهرباء من اللعاب اللي عندها خبرة كبيرة جدا لكن في الاول واخر احنا بنحترم هذه القرارات وبنقيدها طالما هي قرارات طربوية بتصير على اللعيبة كلها وبتصير على اي لعيب مهما كان اسمه مهما كان صفته مهما كان قدراته في اله غير مقبول ان هو يتم التعامل مع جمهور الزمالك كده لا طبعا لا طبعا الا الجمهور لا لا واي حد حتى لو مش الجمهور حتى لو اي جمهور منافس يعني حتى لو في الجمهور منافس وانا شايف ان هو اخطف حقه فانا من حق ان انا بردك ان انا اوقع عليه خصمة او او اي عقوبة السلوك ايا كان سواء مع جمهوري او جمهور المنافس ده دي نقطة مهمة اوي ده بحق نوع حتى من نوع من النظام داخل الفريق وفي نفس الوقت بتبقى فيه ارتاحية بالنسبة للناس في نفس الوقت بردك انا يعني الجمهور ده هو ده اللي بيرفعك ده بيصنع اللعيب بالضبط يعني هو اللي ادى لك المجد وهو ادى لك الشغرى وانا انا في اعتقادي ان الكهربا خرج يمكن عشان كان متنرفز شوية لان كان نفسه ان هو يجيب جون درجة مثلا حتى الكورة اللي جات له وهو افسايت يعني ضرب في الارض انا باكلم ممكن يكون ايه متعصب عشان خطر النادي لكن بردك ما كانش يخرج لكن في الاول اخر بردك وبنحترم القرارات ديات لكن بردك بنقوله ان اذا كان هو خرج بنرفزه فبردك يبقى فيه منعشه اياه لكن في الاول اخر بردك احنا بنحترمها استاذ امير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك مساء خير او صبع الخير مساء النور استاذ احمد بحقي طبعا كابتن فاروق عفر وكابتن احمد الجات ربنا خليك وكابتن تابششين حيات اليوم كله ننورنا على الهاتف استاذ امير يعني طبعا النهاردة كان العشم كله في نفوز لنادي الزمالك يرجعه رجوع كبير في البطولة الافريقية ولكن انا قلت في المقدمة وما زلت بقول وطبع معايا كابتن الكبير كابتن فاروق وكابتن كاس كابتن سامي انه ما زالت الامان ممكنة وان المباراة انجولا القادمة هي مباراة مصرية وان الزمالك لسه لأمل في المجموعة انا اعتقد ان المجموعة دي تحديدا هتتحسم في اخر جولة خالص يعني بتشوف النتائج بتشوف النصر حسين دايب يخسر النهاردة بتشوف نتائج متغيرة فاعتقد ان احنا لسه طبعا عندنا امل طول ما فارق النقط يقدر يعني قريب من المنافسين ونقدر نسعد اول ونقدر نسعد تاني فلسه طبعا كانت مطشوات طبعا كان نفسها نكسب النهاردة وكان نفسها نفرح الناس اللي جات الاستاذ النهاردة لكن اي فرقة في العالم بيحصل لها كده فترة معينة اعتقد احنا كان مطشو اللي فاتو مع المطشو بتاع النهاردة فيه لكن ده بتحصل في الكورة وان شاء الله يعني نقدر نتدرك المتائج دي لفترة اللي جاية فقارة فرصة تمان استاذ امير اكيد طبعا انت يعني متواصل مع الجماهير وانا عارف ان انت متفاعل معها وبتعرف همهاماتها وانتقاداتها ورؤيتها الفنية وطبعا احنا بنحترم طبعا مشاعر الجماهير اكيد انت متواصل معه هنا وهنا واكيد متواصل مع الجهاز الفني وبتنقله بعض الانتقادات من قبل البعض من خبراء محللين او جماهير بصفة عامة اكيد طيب بصوا مبدئيا يعني احنا فصلين خالص يعني حاجات الغمور الفنية مفصولة تماما عن الادارة والحاجات دي اه طبعا يعني نفسي المكسب وكل حاجة لكن في الاخر راجل معه جهاز فني ومعه كابتن ايمان عبدعزيز ومعه كابتن امير عزمي وهو اكيد شايف الحاجات زي مع يعني الجمهور شايفها وبيبقى اكيد هو عايز يكسب واكيد بيبقى شايف العيوب اه وبيشتغل ان هو يصلحها اه اكيد هو ما نفسهش يتعادل او يخسر نقط اه اكيد هو بيوجه نفس التوجيهات للناس اه حتى الناس عادية الجمهور العادي اللي بيقولها اكيد هو بيقولها بس بيبقى فيه فترة بقولك بيبقى بيبقى تركيز من اللعيبة او بيبقى فيه اه ضغط مباريات او بيبقى فيه سوء توفيق اه ده بيحصل اه لكن في الاخر هو 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 مدير فني كبير ومعه جهاز فني محترم واحنا بنصد فيه وما بنصد مش محتاج ان احنا نفكره او ما نفكروش بالتفاصيل الفنية نعم هو كان الفترة اللي فاتت عنده مشكلة في التغييرات بتبقى بطيع شوية النهاردة مثلا هو رح عمل تغييرات بدري شوية ومنزل ايمن حفني سوف سلبياته الفترة اللي فاتت وبيعالجها بيشتغل عليها لكن النهاردة كسفية توفيق اه الاكتر من يعني معظم اللعيبة واكيد هو مش راضي عن حاجة زي كده بصفتك المشرف العام على قطاع الكرة طبعا وهناك مجلس ادارة برئاسة المساعدة المتضم الصور اللي ارتق النهاردة واصدر قرار باقاف كهرباء لاجهر غير مسمى وتغريمه مبلغ ماد كبير جدا تلتمئة الف جنيه كيف ترى هذا القرار اه لا هو كان لازم يعني لازم يحصل كده في الاخر احنا يعني الواقع يعني اللي حصلت اه مش عايزين نكبرها وفي نفس الوقت مش عايزين نصررها ايما الصغيرة ان هو اي لعيب بتعرض للضغوط دي او اي لعيب كبير عنده خبرة زي كهرباء كهرباء ممكن يبقى صغيرة في السن سهو احتكب بظروف اكبر من كده بكتير في الاخر احنا بنلعب كورة عشان الجمهور اللي جيه ده يبسط حتى لو الجمهور مسلا ان كان مستاء ودي حاجة طبعية نتيجة الناس مستاء تكسب المفوض ان اللعيبة يبقى عندهم ضبط نفس ويبقى عندهم ان هما يسيطروا على نفسهم شوية واحنا اتكلمنا اكتر من مرة مع اللعيبة بالحاجات اللي هي ليه علاقة بشكلنا في الملعب كنا بنتكلم في الاول يعني في الاوض المعفوضة زي ما بيقولو مرة واثنين وثلاثة وبننصح وبعد كده بنتكلم بنعمل عقوبات وما بيتعلنش عنها والمرحلة الاخيرة انها لأ يتعلن عنها لازم يتعلن عنها لازم لان اللي حصل ده حصل قدام في مطوط بطولة افريقيا قدام الجمهور كان في حوالي خمسة شهر الف واحد موجود وكان في يعلمين وكان في لا وفي ملايين وفي ملايين يا امير بتتفرج على شاشات التلفزيون لا انا قصدي ممكن تبقى اللقطة ما جاتش في التلفزيون انا معرفش يا جاتش لا جات 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 وفي لقطة ما بين اوباما والكهربا في الملعب برضو وكلنا تابعناها بص الحاجات الحاجات اللي بتبقى موجودة في الملعب دي يعني هي بتخلص في ساعتها اه تكلمنا برضو مع اللعيبة ان اه شدت الملعب ونرفست الملعب دي اه دي حاجة بينكم وبن بعض ومدام انتم بتخصوا بتتطلحوا بتتصافوا لكن في الاخر فيه شكل ند مالك لازم نظر بي ففي حاجات ممكن نتفهمها ونفهم ان الكورة فيها ده وفي حاجات تانية ملاش علاقة بالكورة ومش هنعديها فالناس ملتزمة وبتشوف يعني بتسمع الكلام وانت برضو يعني لازم نرأي ان برضو يعني اللعيبة اه هما بالهم مطرين في سوق توفيق وهم ممكن يبقوا حسين بالمسؤولية شوية وممكن يبقوا حسين لو هو في سوق اه اداء او سوق توفيق موجود في الملعب ممكن ده يخرجوا مع شعارهم لكن برضو ده ما بيشفعش لحد ان هو يغلط او ان هو يعني يعمل حاجة زي كده لكن حاجة المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها برضو ان اه انا بشكر اه مجلس الادارة وبشكر اه اه اصدار مرصدة على الاستقرار اللي احنا فيه دلوقتي هو اول حاجة سألهاني بعد المطف اه المعذكر اه تمام الدنيا تمام عندنا مطش الكاس اللعبة تنسى المطش بتاع اه بتتر اتلتكم النهاردة وتركز مطش الكاس اللي جاي احنا اه ممكن يبقى ده كان جديد عن نادي زمالك الفاترات اللي فاتت ان اه كان دايما اي حزة الناس بتتكلم وكده اه الكلام ده كله مش واصل للعيبة ولا واصل للجهاز الفني الناس بالهم بيشتغلوا بحالة حدوء عشان يقدروا يشتغلوا على الاخطاء اللي موجودة في الفرقة او سوء التوفيق اللي موجود ده بيشتغلوا عليه من غير اي اه ضغوط بتحصل بقى من اعلام او من جمهور فأنا بشكر المجلس قدار انهم موفر لقدارة الكورة وموفر للجهاز الفني المناخ ده وهو الوقت الصعب ده هو اللي احنا بنامحتاجين فيه دعم يعني اه الفرقة الكبيرة ما بتتعصرش كتير او ما بتتعدلش كتير على مدار الموسم فهي ممكن الاوقات الصعبة اللي احنا فيها اللي احنا فيها دلوقتي دي هي دي اللي احنا فعلا بمحتاجين فيها الكرار والردوء والدعم اكي اكي اه بشكرهم على ده اكي بالنسبة للمقصة احنا مستعدين لمقصة رغم رغم التعنت اللي حاصل اه سرقة المقصة هي اللي طلبت من نادي سلامالك مبارح اه اللي اول تليفونيا بعد كده باعته رسمي ان هو هم عايزين يأجلوا المطش ويشوفوا عندنا يعني عندنا مانع في الكلام ده او لا زمالك ابدى موافقته بناء على رغبة نادي لمصر المقصة اه معرفش السبب بقى اتحاد الكرة يعني علاقة مطش الاهلي وترمد مطش زمالك المقصة ده مطش في الكاس في دور وده مطش في دور تاني خالص هو بصفة عامة كابتن امير المصر المتضم منصور اصدر منذ قليل قرار اكيد حضرك على علمي بي ان نادي الزمالك سيخوض اللقاء في موعده ان شاء الله يوم الاربع طبعا بس بيعلق على الفكرة ان لما يبقى طلب من النادي المقصة يعني ونادي زمالك يوافق عليه المفهود النادي تتأجل اوتوماتيك ملهاش علاقة بتحد الكرة شايف ايه ومش ايه فرقتين عندهم ظروف والفرقتين فرقة طلبت والتانية استجابت احنا طبعا جاهزين ان احنا نلعب كل يوم ماتش ومش كل ثلاثة يام ماتش جاهزين ان احنا نلعب كل يوم ماتش ومستعدين شاء الله للماتش اللي جاي وعايز اقول برضو على حاجة تانية عشان الناس فيه برضو اشعاد بتطلع على الجهاز الفني وعلى اللعيبة والحاجات بعد الماتش بتاع النهاردة اول حاجة برضو استاذ مصادة الهالي بيبلغ هالي بلغ اللعيبة ان ماتش الكاس في معاده وبلغ اللعيبة ان ماتش الكاس ليه مكافآت استثنائية غير المنصوص عليها في اللايحة ودي حاجة برضو يعني كل بطولعة احنا بنشتغل كل بطولعة لوحدها احنا في الدور المركز الاول في بطولة الكاس احنا ماشيين كويس ان شاء الله نصعد الماتش الجاي للدور اللي بعده في البطولة الافريقية ليه حوافز تانية خالص وليه دوافع تانية خالص يعني انا احب بس اوضح الصورة كده ان احنا فصلين كل حاجة حاسين ان الناس علينا شوية حاسين ان الناس بتاقي تخاف شوية لكن الاستقرار والهدوء ده هو اللي هيوصلنا ان شاء الله لمنصات التتويج ان شاء الله في اخر الموسم اللي نفسه طويل واللي بيشتغل طح واللي بيحسب كل حاجة واللي قررته في الفعالية هو ده اللي ان شاء الله هيبقى على منصات التتويج ان شاء الله في اخر الموسم بزكائك المعهود يا امير وطبعا اهل مكة قادرة بشعبة زي ما بيقولوا لان دي لعبة مواسم كتير وانت اكيد تربيت على كده وكلنا تربينا على كده ان هناك البعض اللي بيمارس الضغط على نادي الزمالك في بعض الاحيان في الموسم علشان الزمالك في اوقات حرجة يقع والمنافس بيعلى في الظل النوع بيكسب مثلا المنافس بيكسب مثلا مباراة محلية وعلى بعضها فالزمالك يتعثر مثلا في ماتش الجيش والتعامل الإعلامي والضغط الشريك جدا على نادي الزمالك واروقات نادي الزمالك وفريق نادي الزمالك واضغطوا على عيبة الزمالك ان خلاص الزمالك هيقع وماتش مع التاني وتعادل وغير التاني والبطولة الافريقية وهزيمة كرة هزيمة او تعادل يجر تعادل الضغط اللي بيحصل الإعلام على نادي الزمالك والتضخين في شأن المنافس الآخر كيف ترى هذا الأمر وبإزاي بتعالجه في أجواء وكواليس الفرقة بنعالجه بنفيه سياسة للنادي ككل ان احنا فصلين اللعيبة تماما على اللي بيحصل ده الحاجة التانية ان احنا عندنا في أول الموسم عندنا اخترنا لعيبة عندهم شخصية احنا بنصد في لعيبة نادي الزمالك احنا مش هناخد احنا قلنا الكلام ده في أول الموسم ويمكن كان كل مرة احمد انت بتسألني بتقول لي انت شايفت دوري تحسم كنت بنا بتقني من شهرين او ثلاثة في بعضه لك لسه الدوري هيبقى صعب من كده ولسه هنفقد نقط وهنكسب نقط ولسه لنادي المنافس نادي الاهلي هيلعب معطشات المؤجلة وفرق النقط هيقرب فيه تغييرات كثيرة جدا هتحصل في الجدول الفرقة الكبيرة بقى عايزة تاخد البطورة بتبقى عامل حسابها للكلام ده كله عندنا لعيبة بنصد فيهم عندهم شخصية عندنا جهاز فني بيشتغل بشكل كويس بشكل محترم برضو وعندهم شخصية في الاخر احنا مش بصين برضو الفرق كان سبع نقطة الفرق كان نقطة واحدة اي حاجة عيسنا دي مبارح حسامها قال ان احنا مش بنتعامل بالمطش ومش بنتعامل بالقطعة واحنا بنتعلم من اخطاءنا اللي كانت تحصل في السنين اللي فاتت نعم جبنا جهاز فني وجبنا لعيبة يبقى كل مكتوب مننا دلوقتي ان احنا نشجعهم وندعمهم وانطبق النظام جوه الفريق وفي الاخر انه نشوف اخر موسم الطريقة دي هات ايه اللي هيحصل بيها لكن الضغطات والحاجة انت بتتكلم عليها دي اللعيبة بالعكس دي دي بتجيب نتيجة ايجابية مع اللعيبة يعني تجيب نتيجة عكسية اللعيبة مستنين المطشات الصعبة اللعيبة مستنين مطش الاهلي اللعيبة مستنين مطش الاسماعيلي اللعيبة عارفين ان البطولات المطشات الكبيرة هي اللي هي دي اللي هتحسم البطولة ان شاء الله فيعني الحتة دي ما تقلقش منها خاضر إن شاء الله إن شاء الله كابتن أمير مرتضى منصور أو أستاذ أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك بشكرك على هذه التصريحات المهمة ولكن قبل ما اختب معاك لو موجود معايا على الهاتف يعني عايزك تقول رسالة أخيرة للجماهير قبل مطش أنجول لأنني قلت المقدمة اللي عندي قلت النساء فيه أمل عايز قول إيه للجماهير قبل المطش وعايز قول إيه اللعيبة وده كلام مهم جدا وكلازات نفسية مهم جدا قبل صفر لأنجولا لا اللعيبة إحنا بنتكلم معاهم يعني وبنشتغل عليهم بطريقة يعني بطريقة تانية خالص وهي يعني مش هنقول إحنا بنقول إيه اللعيبة ومش هنقول إيه اللعيبة بتقول إيه البعض أصلا بينه من بعض بين الشوطين وقبل المطش وحاجات دي كلها لأن ده هم أكتر ناس عايزين يساعدوا الجمهور أو عايزين يكسابوا بطراب يعني بس هي الحتة اللي عايز أقولها للجمهور إن خليكوا يسقيني في اللعيبة بتاعتكو خليكوا يعني دعموهم النهاردة كان في يعني كل وليلة جدا من الناس المحترمين اللي حضروا المطش النهاردة كان كل هتفاتهم سلبية من أول الخوط الأول فيه هتفات بتهمد اللعيبة يعني لما تسمع في أول خمس داي بلعبوا خليكوا رجالة أو خلي عندك دم أو الحاجات دي كلها دي كانت فئة صغيرة جدا تمام وكان تسعين في المئة من الجمهور بيبقى عنده وعي أول ما بيسمع الهتفات دي بيقول عكسها بيشجع يلعب يزمالك بيشجع لعيبته بيحمسهم فأنا عايز أقول إن لازم يبقى زي ما المجلس الإدارة كله عنده اتجاه واحد وزي ما اللعيبة كلهم عندهم اتجاه واحد وحتى الإعلام دلوقتي إحنا كله متجمع عن طريقه كمان عن طريق البرنامج المحترم الناس كلها متجمع عايزين كمان الجمهور ما يبقاش يعني ردود فعله إنفعالية أو عاطفية أو كده خليت وصله في برقسه ودعمهم ودعموا اللعيبة اللي أخت ولو فيه خطأ أو فيه لعيب في وقت ملوقات مستوى الليل هو في الوقت ده محتاج إن إحنا نقف جنبه ودعمه ومحتاجين برضو إن إحنا نحسسهم إن إحنا في ظهرهم وإن إحنا حاجة واحدة وهي دي رسالتي للجمهور غير كده الباقي يسيبوه علينا وعالجهاز الفني وعاللعيبة وإحنا إنساء الله فترة اللي جاية القريبة المطش اللي جاي إن شاء الله نوعيتهم بأداء رجولي وحماسي والفوز إن شاء الله إن شاء الله بشكرك شكرا جزيلا لأستاذ أمير مرتضى منصور المشرف العام على قطاع الكرة في نادي الزمالك كلام مهم جدا كابتن سامي في توقيت مهم جدا واضح كده السياسة وواضح كده الاستراتيجية اللي ماشي عليها قطاع الكرة في نادي الزمالك وقدر تنادي الزمالك اللي يخص فريق الكرة ولكن في نهاية الأمر الزمالك سيخوض مجارة مصر المقصر من الأربع اللي جايك ده خلاص ده قرار نهائي ولازم تأهل اللعبة من دلوقتي بقى الاستشفى من دلوقتي من الآن ناكي أنت عندك مباراة قوية بعد ثلاثة يام مع خصم عنيد خصم فرقة كويسة جدا عند مجموعة لعبة من الزمالك ثلاث يام إيه ده هو خلاص يعني يومين والثالث يومين والثالث انت خلاص بتبع يومين والثالث المقصر فبقولك لازم تشتغل على المقصر ده من دلوقتي تأهل كل اللعبة المقصر دي لانك بتقابل فرقة من السهل خلنا نتكلم بصراحة فرقة المقصر فرقة تقيلة فرقة بتنفس على المربع طبعا هي والمقصر بنفسه بعد طبعا مربع عندها كمان مدير فن بيعرفي قفل ملعب بشكل كويس او كابتال عطيوسف بيحاول يوصل معك للمدى اللي هو يتغط بيه عليك اللي هو يوصل لضربات الجزائق تعرف دي مبركس فيبقى في التسارع عنك نخلص بدري وهو مريح كمان قبلك يوم ادي برضو حطي دي تحتها شرطه مريح يوم 24 ساعة فهو اجهاده اقل منك بشكل كبير جدا لكن خلاص احنا تحطينا في الموقف ده دلوقتي اللي احنا نزم نقوم مجدين ورا الفرقة لازم نعلم معنواتهم لسه في امل في بطولة افريقيا الكاس ان شاء الله بنلعبه وده البطولة المفضلة بالنسبال لنا مع بطولة الدول تحمل لقابها فان شاء الله بإذن الله يبقى موفقين بإذن الله في مطش الكاس اللي جاي بإذن الله كابتن فاروق وانت داخل على مطش أنجولا ما عندكش اهم لاعب وسلملعب وكابتن طارق حامد اللي يغيب عن المباراة اللي جاية كان فيه بعض الاصطات بتطالب ان فرجاني يبقى قدام طارق حامد مثلا لوزيزو او محمد حسن مثلا دي كان كفكرة فنية ولكن حتى طارق حامد نفسه مش موجود في المباراة اللي جاية دايما كنت تربينا وشوفناك وزمان كنا بنتعلم منكو إزاي تتعامل مع المباراة الأفريقية اللي خارج الأرض واللي زي جوه الأرض اللي خارج الأرض انت بتأمن على قد ما تدر بس انت برضو في نفس الوقت عندك مشكلة ان انت عايز تكسب الموطش ده في أنجولا على فكره لما بتلعب بره بره ملعبك بيبقى أسهل أسهل لما بتلعب في ملعبك اللي بتلعب الفرق يعني الخطوط مفتوحة عايزة تكسبك عايزة تاجم ما هو كمان عنده طنوع عايزة تكسبك فانت عايب ومتعادل معك بعكس النهاردة النهاردة بيلعب هو مقفل الملعب وبيلعبك في 20 متر في 30 متر الأخيرة من الملعب طب في مباراة العودة هتلاقي الملعب مفتوح فانت عندك الفرصة أنا زي بكلم على المباراة دي يعني بتبقى أسهل من اللي هنا أسهل من اللي هنا طبعا أسهل إنه عايز يكسب حيبقى نفسه الضغوط بتاعت الجماهير على فكرة أنا طبعا بشكر جمير ناد زمالك اللي بدلوقتي وقفة جنب الفرقة بشكل كويس جدا يعني بتدعم الفرقة كويس جدا عايزة عايزة إنجاز وعايزة أقوله البطل لازم يكسب كل الناس يعني عشان تقول بطل الدوري لازم المباراة أهل والزمالك الزمالك لازم يخلص مباراةين الأهل والزمالك يعني المباراة الأهل والزمالك الزاب والعودة سيبك بقى من أي واحد بيقول أي كلام ده كل الكلام ده شعبي شعبي اتكلمك بصراحة أهل والزمالك هم المنافسين لازم الفريق قوي هو ياخد البطولة من المنافس بتاعه فمطش الأهل هو اللي هو الدوري مطشين للأهل والزمالك مطشين للأهل والزمالك هم اللي حددوا الدوري بطل الدوري خلاص انت ما بتكسب ما فيش منافس كسبته فلازم انت تبقى فرقة كويسة لكن هتاخد وقتها عشان تبقى بش منافس مباشر للزمالك في البطولة دي هو هي فرقة كويسة وممكن تعطل لكن كبطولة هو اللي هو عامله ده إنجاز يعني براملز ان هو بيشتغل شغال في التاني والتالت ده إنجاز بالنسبة له حتى لو هم اللعيبة كويسة لكن بتلم مجموعة من اللعيبة وبتشتغل معهم كل شيء ومدارب ييجي مثلا سواء أفكار لاتينية أفكار مصرية يعني وموسوعة في النحي الفنية أنا شايف فريق براملز ممكن يعطل فرقة لكن هو عنده المستقبل يعني دايما الرئيس النادي بيقول لسه عندهم طموح قدام شوية شركات أفريقية وبعد كده داود وهو يلعب بقى في أفريقيا حيبق ثقافة الأداء أفضل أهل وزمالك هو يحدد البطل يعني لازم المفاهيم كده المفاهيم عند المدربين المفاهيم عند المدربين أهل وزمالك هم اللي يقدروا يعطلوا بعض هو دا اللي بيخلص الدور وهو دا هتقرر السنة دي أنا بتكلم دلوقتي على حاجة مهمة تانية احنا عندنا في نادة زمالك اه لعبة كويسة ولازم نتعامل مع اللعبة أنه دلوقتي أنت عندك مباراة المقصة التتعامل مع اللعبة أنت ترفع المعنويات بتاع تلعبها ترجع السيقه تاني طب طب خلاص يعني خلاص المجلس خاد Κرار أن حيلعب المباراة خلاص طبعنا عشان نلعب المباراة يبقى هتروح خلاص المجلس خاد الكرار يبقى هتروح على بعد المجلس على طوله على الجهاز الفني شغلة الجهاز الفني في المرحلة اللي جاية شغلة الجهاز الفني في المرحلة اللي جاية أنا أهل اللعيبة نفسيا أن أنا بطل كاس وعايز أخذ الكاس وعايز أحافظ على البطولة طب أنا حافظ على البطولة إزاي لازم أقرب للبطولة أقرب بطولة من الأداء حلعب المباراة اللي جاية عشان ألعب المباراة اللي جاية وخش بعد المباراة النهاردة خش بمعنويات تانية في بطولة تانية في بطولة محلية لازم أعلق إقاع المعنويات بتاع اللعيبة يعني لازم اللعيبة تبقى تخلى المباراة وعايزة تاخد تلتة أبنط عايزة تكسب عايزة توصل للنائي تاني حاجة أنا كمدرب أو جهاز فني أو أمير يحضر اللعيبة أهم حاجة في الكرة التحضير يعني ما كنتش محضر بشكل كويس ما تعرفش تكسب ما تعرفش تبقى عايز إيه من المباراة لازم تحضر وأنا بقول تحضر من دلوقتي المباراة تتكلم مع اللعيبة معنويا تحفظ اللعيبة تفرجوا مع الفيديو بتاع المباراة المباراة اللي فاتت احنا كان عندنا خلل نعالجه ازاي عندنا مشاكل فريق برضك على فكرة فرق المقصة عندهم السرعات عندهم الثلاث أجانب اللي بعابه قدام عندهم السرعات النواحي المهارية سامي كان بيكلم فيها وكابتان أحمد عندهم أنتويو وكوافيو بيكلي فكرة فرقة كويس هتبقى شبيهة للفرقة دي اللي بتاخدوا الكرة يروحوا بيها السرعة لعيبة كويس فأنت محتاج أن تتأمن الدفاعات يبقى بروفا للمباراة التانية بروفا للمباراة أنت تعرف مباراة الكؤوس مفتوحة غير الدوري الدوري بتقفل عايز بونت الكاس لازم المباراة تخلص في 90 ديئة أو في 120 ديئة فلازم مباراة تخلص أنا شاف أن الزمالك المباراة اللي جاية مع المقصة دي بروفا للمباراة أتليتكو أنا شاف أن الزمالك يعمل مش عايز أقول بها روتيشن أو يغير اللعيبة يلاعب اللعيبة وطريقة الأداء في الاستعداد للمبرارة البعادية المبرارة الكاس إحنا شايفين فريق المقاصة بيلعب كرة بيلعب كرة مفتوح حتى لو كان بيقفل في الدوري زي ما كان الكابتن الكاس بيكلم إن الكابتن طلعت بيقفل آه بيقفل في الكاس لكن في الدوري لكن الكاس لا الكاس ده ممكن فرقة درجة تالتة بتكسف دوري ممتاز تخطف هدف وتقعد تقفل لك الملعب عشان كده بقول نجزة مالك اللعيبة بتاعتهم تتحضر بشكل معناوي أكتر تركيز لأن أنا إزاي أقرر البطولة تاني التركيز مع اللعيبة في النواحي النفسية وبالتالي كمان لازم بردك بقرر تاني إن ميستر جروس يتفرج على آخر ماتشين ثلاثة الفريق المقاصة مش يتفرجش على المقاصة من ثلاثة أربعة مباراة المقاصة بقاله ماتشين ثلاثة مش كويس طب عنده مشاكل ألعب على المشاكل بتاعته يعني لازم أتفرج أنا كمدير فني وألعب على المشاكل اللي عنده إذا ما هو مثل طلعت حيتفرج كبيراً محرس الحدود أول إمباراة عنده مشاكل عنده مشاكل في الملعب وتعادل وتعادل وعنده مشاكل في الملعب وطلعت كمان حيتفرج على الزمالك ولو في مشاكل حيلعب على المشاكل بتاعتنات زمالك لكن أنا بقول لعبة ناد زمالك فيه مراحل من نضج في الأداء في الأداء الجماعي في الأداء الفرق إحنا شايفين فريد زمالك فاية بس هو اليوماني دولة ممكن حالة مثلاً معنوية بتاعتهم نزلت شوية يعني نتيجة أنا جابت إن بعض العناصر تدخل يعني ثلاثة أربع مثلاً عناصر يكونوا مش مجهدين يكونوا نفسهم يلعبوا يبدو يدخلوا الفرقة ولا تحافظ على القوام الأساسي اللي خلاص رجل يحافظ عليه بس قام في عور في الكورة قام تمان لعيبة تمان لعيبة تمان لعيبة مش الحضاش بتكتبك من الكلام بقى تمان لعيبة وإلا لو لعبت في أكتر من ثلاثة أربع لعيبة في الفرقة إيبا أنت لعبت في الفرقة يعني لعبت في القوام أنت بتحب السباتك بتحب السباتك عمومة أي فرقة في العالم أنت بتفرج على أي فرقة ما بيغيروش حد بيغير إحنا نقعد إحنا بنتكلم كلام إحنا عندنا لعيبة في نات زملك على مستوى عالي هم محتاجين الفترة دي نتكلم بصراحة محتاجين معنويات كويسة محتاجين ثقة محتاجين مدرب يتعامل معهم ويبقى حاسس اللي قاعد برة عايز الفرقة تكسب خد بقى الكلمة دي مني اللي قاعد برة عايز الفرقة تكسب واللي يخرج ما بقاش زعلان وغضبان الجمهير ما لأجز من ank في أي حاجة من اللي بيحصل اللاعبة لازم تبقى فاهم أن الجمهير دي هي اللي ليه الخير على اللعيبة وإلا بتعمل كان اللعيبة وتعمل اسم اللعيبة وتعمل تاريخ اللعيبة اللعيبة أن الجمهير جاي تشجعه وتقف جنبه وتسنده فهما يخرج ما بقاش خارج غضبان واللي قاعد برة جروس يتعامل معهم يعني ده راجل عنده خبرة انما الفرقة بتهبط في الاداء الفني نقدر نرجع الاداء الفني بشكل يعني علمي اكتر وانا شايف اننا زي مالك طموحه في الفترة اللي جاية دي واحنا اشترينا اللعيبة احنا اشترينا اكل اللعيبة واحسن اللعيبة عشان يحققوا طموح ودايما اللعيبة عندها يبقى ثقافة تلاتة بنت انا مش عايز الاداء يعني والكاس مش عايز الاداء الكاس عايز تلاتة بنت عايز الصعود عايز النتيجة عايز انا احقق بطل انا ما بيجيب لعيبة النهاردة بالزبط انا ما بيجيب لعيبة النهاردة بملايين والنادي بيدفع ملايين في اللعيبة عشان ايه عشان نلعب كويس ولا عشان اخد بطولة عشان اخد بطولة هو ده الكلام اللي تقال مع اللعيب انا جايب لعيبة احسن لعيبة عشان اخد بطولة مش عشان نلعب كويس اه لعب كويس ما اتطمن إن أنا بكسب وإن أنا بلعب ما عنديش مشاكل في الملعب وبقدم كرة جميلة من خلال المكسب مش بقدم كرة عشان أكسب يعني خلاص المنظومة دي بقى الزمان يقول يعني لأ إذا عايزك أكسب ثلاثة بنت وإنا بلعب كاس وبعد كده إما أحس بالاستقرار الفني وإن أنا موجود أبدأ ألعب الشكل الجمالي يكونه أفضل كابتن كاس فكرة إنه عمر السعيد ينزل جنب خالد بطاية هل الفكرة دي من وجهة نظرك نجحت وهل عمر السعيد بيتم توظيفه بشكل جايد جنب خالد بطاية بتعرف مين الرقم 9 في الفرق من الرقم 10 ولا لسه شايفها مش متزبطة شوي أولاً يمكن أنه التغيير كان كويس جداً بالنسبة لأيمان حفني وعمر السعيد لكن عمر السعيد أصلاً فروت لو رقم 9 رقم 9 أنا كنتم بتخيل إنه هو بحيلعب ببطاية وعمر السعيد باتنين فروت على أساس إنه هو يزود كاسفة الرجمية في البوكس لكن أنا فجأت إنه ودي عمر السعيد ناحية اليمين ودي مش حتاته ولا خدراته هو خدراته ناحية لعب فروت أساسي وأنا شايف إنه عمر السعيد ده لو أخذ فرص حيبقى حاجة جامدة جداً في الناس زمالك لإنه من الفرو ده الكويسة قوي فنياً عالي جداً بيلعب بالهيد كويس عنده رؤية كويسة قوي ومحطة فلازم ناحية لزمالك يستعين بيه فلو نزل مع خالد بطاية ما يبعدش عن البوكس لا هو ملوش في برة الثمانتاشر ده أصعب قوي لكن أنا هتطرق الحتة بعيدة قوي كابتن فروت أتكلم فيها يمكن فيه ناس كتير كابتن بتغفر عنها يوم ممكن يبقى عندك أحسن مدربين لكن ممكن ما تعملش نتائج خالص اللعيبة لو بتحب بعضيها ومرتبطة ببعضيها وحبنا ديها ولو معها مدرب أقل كفاءة ياخدوا بطوله فالنقطة اللي كابتن فروت أتكلم فيها إن اللي يطلع بره مبقاش زعلان مبقاش بيتقمس لأ انت تزع عشانا ما بقاش حالعب بس بتمنى الفرقتي نتكسب واتمنى أنا أجي علي الدور مبقاش إن أنا أبقعد إن أنا أبقى مكشر أو بخرج زعلان دي فرقتك ودنا دي ويهمك إن الفرقة تكسب ده مهم جدا طبعا اللي هي العوامل اللي هي غير فنية طبعا ودي أعتقد بردك مهمة قوي في كابتن فريق كابتن فريق هو اللي يقدر يلم الكلام ده كله من وراء حتى الجهاز الفني من وراء اللي بتاع المدرب العام والمدرب اللي موجود مع المدير الفني المساعدين هم ده دورهم دورهم الأساسي إن أنا إزاي إن أنا أقدر أحاوط على الفرقة إزاي إن لو شايف في حاجة مش مظبوطة ألم الكلام ده قبل ما الموضوع يكبر وفي نفس الوقت كان النادي مهمة طبعا عايز أقف معك أمام أنت كنت لعب مهاري كبير جدا بطول عمرك يعني عايز أقف أمام أيمن حفظ أنا كنت بتعلم من كابتن فاروق الله طبعا طبعا ده كابتن الكاباتين كابتن فاروق طبعا الكابتن كاس فكرة النادي زمالك لوتيب لوستاي إن دايما في مواهب لازم تكون موجودة في البلعة يعني طبعا على مر التاريخ فالكابتن فاروق تكلم على فكرة المخ والعضلات يعني مخ في نادي زمالك موجود في بعض اللاعبين طبعا من حظ الزمالك الساي إن المصابة فاتحي مش موجود إنه بيفكت جدا مع نادي الزمالك أيمن حفني يتواجد دائما وأبدا في بداية المباريات أو في وقت مبكر لهو على دكة البودلاء ده بيمثل أهمية نادي الزمالك فنية خلال الفترة اللي جاية وبعض العيين برضو المواهب الموجودة زي مدبولي وعنطروا بعض اللعيبة اللي برضو بتصنع الفارق وصنعت الفارق قبل كده معنا الزمالك حواليك الحاجة عشان نتكلم بصراحة أكتر أيمن حفني محتاجي التعامل نفسيا كويس عشان أقدر أخذ منه إزاي أنا أتعامل معاه إنه هو لعيب ويقدر يفدني وإن أنا أقدي له وضعه وإن أنا أحتويه مهمة قوي قد يكون مش لقي الكلام ده كله فبالتالي بينزل حتى مش مبسوط أو بيبقى بره مش مبسوط حتى لو كان تمريه وقليه لكابتل مثلا ما اتمرنش مسا كتير لا ما فيش حاجة اسمها ما اتمرنش لكابتل فاروق جافر كما سكني وانا في المنتخب فعملي جرينا فأنا أتعبت قلت له لكابتل فاروق أعطي له أنا عملت جرينا قلت له لكابتل أنت عمرك ما جريت قال لي لما تبقى مدرب هتعرف إنه لازم أهم حاجة البدن وقف جنب مني فالتمرين ده مهم نقوي يعني مفيش حاجة دلوقتي مفيش حاجة اسمها مفيش تمرين لأ تمرين لازم تمرين إنما أنا ممكن أحس إنه هو مثلا مجهد شوية بحس الحمل الفني فممكن أقول له لأ استنى شوية في حاجة دي إنما كتدريب لازم ياخد الحمل التدريب زيه زي بقية الزميلة لكن في حاجات لازم أبعد عنه الحاجات اللي هي ممكن تأثر علي أو ممكن مثلا حتزوده حترهقه ده بقى زكاية كنت بقى كمدير فاني مثلا مع الحالة الخاصة دي بالزبط حكمل مع الكاسف نقطة مهمة جدا إنت ما بتخش بين الشوتين بتبدأ الشوت تاني مبرأة جديدة أفضل توقيت عشان تطور الأداء لو عامل ضرورة أو حاجة أفضل وقت للتغيير هو بين الشوتين تحضر اللعيب طبعا يا كابتن فارود أنا مرة شفتك كنت في النيلر يابة إنت كابتن كنت لما في لعيب تشوفه في أول عشر دقيقة كده مش موفق أنا كنت بقى والله بتقرأ يوم يابني سخن يابني ويوم طلع ويشدد اللعيبة جوه ثلاثة أربعة بدأوا يستخنوا ورا الجول طبعا وتعمل تغير في ديها ثلاثين وخمسة وثلاثين طبعا طبعا واحد مش موفق واحد مش موفق حعمليه شو راكز التوفيق مش بتاعي فلا أنا عايز أقول النهاردة ما بتخش بين الشوتين المفاهيم بتتغير أنا جبت هدف ما جبتش هدف عايز أكسب عايز أتعادل المدرب بيعضي كلم على اللعيبة أنا بقى تتدخل بقى تتدخل بقى وأفكارك أنت بقى وشخصيتك الفنية تبقى موجودة عند اللعيبة عايز أغير حبدأ أغير مع اللعيبة مثل أيمن حفني هقول له نهاردة غير ما بتكلمه ديئتين على الخط لا أم وعد أكلمه عشر دا ولا ربع ساعة جوه القوضة أجيبه بعد ما يسخن وعد أتكلم معاه وأتكلم مع زميله دور أيمن إيه في الملعب يختلف عن أن أكلمه ديئتين وينزل ما أحدش في اللعيبة عارف أيمن حيشتغل إزاي فأفضل توقيت في تطوير الأداء الفني هو بين الشوتين حتى لو بتغير واحدة من وجهة نظر ما أنا بقى أقول أنا بتكلم عن المخ بقى اللي حيقتور لك الأداء أنت كنت بتلعب الشوت الأولاني نحية العقلية والزكاء وتنمية الأداء مش موجودة فأنت عايز تخلي واحد يشتغل طب لازم حيبقى له دور طب حيستلم إزاي حيشتغل في أي حتة مساعة الأداء بتاعه تبقى إيه هل هيبقى مع المهاجم ولا تحت المهاجم ولا هيبقى حلقة بين المدافعين اللي في نص الملعب الارتكاز والمهاجمين شغله هيبقى إيه يعني تدورته في الملعب هتبقى شكله أعمل إزاي ده اللي هتبقى أنسب حاجة ليه بين الشوتين بعكس ما هخلي أيمن ينزل آخر مثلا في الديئة 63-64 هكلم مع أيمن دقيقتين وضغط الجمالي ومش سامع وأنا مش مركز مع أيمن والله كل فعونه ومش مركز مع أيمن وحيلعب مكان مين طب وهو حينزل أدواره إيه طب دي كلها هتأثر وزميله عشرة ما يعرفوش هو دوره إيه بعكس ما يكون بين الشوتين الكلم كلام فني بعكس ما يكون بين الشوتين احنا عاديين كلنا وفي المحاضرة ولا إيه يا كباتي صحيح مش كده يعني هو ده دي ثقافة التعاون مع اللعبة والتدخل المناسب في الوقت المناسب بص التدخل الفني أخطر ما تحط فرقة أنت ممكن تحط تشكيل وتحس أنت غلط في التشكيل فعايز تعدل التشكيل لما كنتش هتعدل التشكيل صح عشان تتلاشى الخطأ اللي اتعملته طبعا طبعا لازم أنت زي المسك قلم زي اللي بيرسم يعني هو المدرب كده المدرب بيقعد يحط تصوراته سيناريو ولو حصل كذا يبقى عايش أنا شايف أيمن من وجهة نظري أفضل توقيت ليه في التغيير أيمن هو بين الشوتين أنا كان أيمن معايا في الجيش كان بيعمل لي حالة أنا أخذته من المقصة وجمعنا الطلايع بالاسم وعمل تطور كبير جدا كان نجم الفريق تطور ليه كنت أنت ما بتركه شواء بيشتغلك في التلاتين متر الأخرانية بيشتغل عقلته كويسة يعرف يعد يخدلك ضرب الجزاء يعمل لك يستغلك هدف يعمل واحدة بابارك ويعمل واحدة الصلاح كل حاجة عنده عنده المهارة دي وعنده الشخصين هو يستلم وعنده شخصين اللي بتدايق المنافس وعنده شخصين اللي بترايح زميله صحيح فانت بيساعدك في البلعب ورأس أي حد أو حتى يخوف يتخلي اللعبة متخشش عليه عشان أو تضغط عليه عشان الفولات وعشان ضربة الجزاء فعنده عوامل كتير قوي يطور لك الأداء طبعا طبعا عشان كده هو بنزل زعلان عايزين بقى نشيل الحتة دي فدي دور أنا من وجهة نظري أمير مرتضة نقعد معه ويتكلم معه تمام كابتون سامي الزمالك كده هيلع من غير طرق حامد المطش اللي جاي ومن غير كهرباء بعد القرارة الثرباء والأخير طبعا اللي أصدروا مجزة نات الزمالك صوف عامة فكرة إن ده ممكن يدي أرياحية أو يدي مثلا مبرر أو يخلي جلوس يبتدي بص على لعبة تانية بقى في الحتة دي بقى في الحتة دي كمكان كهرباء يعني بتضحك لي بص احنا من زمان فترة كبيرة جدا كان قدامك مطشط تقدر تحط محمود عبدالعزيز ما كدهش بتحطه كان تقدر تحط محمد الحسن لما كان احتياطي ما ارضيتش تحطه دلوقتي جالك التوقيت اللي تحطه محمود عبدالعزيز هل هتنزل بقى أوباما تاني تحطه جنب ساسي جنب ساسي وتحطه واحد تحت الفرود ولا هتنزل محمود عبدالعزيز دي تفرق ما هلعب فيها قبل كده ما هلعب فيها قبل كده ما هلعب فيها قبل كده دفندر ما هلش تلعب فيها وحطه أوباما جنب ساسي ونازل واحد تحت الفرود ومالعبش محمود عبدالعز برده هل بقى مبارة زي زي بيترو قتليتكو فرق لبلعبها وستجوه مهورها في اجواء في ملعب في رطوبة ممكن تبقى موجودة هحضره في إمبارات المقص وهو ده اللي بالنتكلم معليه بقى يحضر يكبت في مطش المقاس طبعاً أنت الرايحة بعد كده رايحة تلعب تحضر اللعيب اللي هيلعب المطش طبعاً ما نقول لك إن عندك مطشات قبل كده إنك تحطه كبديل في مطشات متالي وكبت بتعلم على الجاي ما نعارف ما نقول لك أنت ما جاهسوش للفترة يعني أنت ما نفعش تلعب بطارق حامد مطش المقاس دي بطولة مختلفة إن أنا ألعب بنفس التين بتاع اللي طارق حامد مش مقوم في مطش الكاس ما نقول لك هوا؟ مقرب طارق حفل الكاس فمش تلعب بطارق حامد مطش الكاسة لا ألعب بطارق حامد في مطش الكاسة لأن ده بطولة ده بطولة ده بطولة تانية غير بطولة تتحط محمود عباسي جمبي وتتحط محمود عباسي جمبي لا وساسة تلفي وإزاوش في الجنف يليس بتحط الساس قدامه ما تتحطه بقى قدامه وده لأنك كلمة فيك تهيه وده كلمة فيك تهيه أه وك الساس 2 dire hey ساس يأخده قدامك لا ساس أنخده قدام هك ومباما يلعب على طة سائرة عملacióا هنال 3 يلعب الحب محمود عبدالعزيز وطارق حامد وفرجاني بس إنت بتديّ حرية للحركة 99% من المباراتنات زمالك بلعب 4-1 وديه ودي حقيقة فرجاني limits ما بينعبش جنب الطارئ يروح لقدام فانت بتلعب أربعة واحد فانت بتلعب أربعة واحد أربعة واحد النهر ده ما تلعب في رجاني طارئ حيلعب تحتيهم وهتلعب الأربعة اللي بيلعبوا فلات على خط واحد هيبقى سير فرجاني واحد منهم مثل أوباما نحية الشمال أنا مش عارف بقى حالة إبراهيم حتستمح انه هو يلعب انه إبراهيم لعب كويس جدا وانت محتاج واحده شوال نحية اليمين هو بيدلزيزه برضه عجبت وعبدالعزيز يلعب معاه يبقى هو ومسك يلعب على واحد مين ويستلم كويس جدا ويروح لكورة ويصنع له طبعا يعني لعيب كويس جدا عن طر يعني ما برضا كبتل فروغ مالسح دا بعدناه لو ماتش ماتش احنا دلوقتي قدامناها ماتش مقصة هلعب بالفكر اللي هلعب بيه اصد بنتهولة ولا 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 هغير في التشكيل لا هو انا المقبارات المقصة مش غير في التشكيل حاجة اغير في الطريقة زي افسيها طريقة اللعبة مش هلعب بيها اللي هلعب بيه المقصة دا كاس انا عايز اكثر المباراة فانت عدد المواجمين هيكونوا اكتر لكن انت هناك ما بتروح هتروح تلعب هتلعب بعدد المدافعين اكتر يعني المهام الدفاعية هتبقى اكتر وخصوصا انت مش هبقى معك طريقة حامد هتبقى عندك برضا ضغوط على نص الملعب انت زي ما كنت بكلم على الصبر ان انت ممكن تجيب جل في اي لحظة تخلص المباراة انهما هيكونوا مفتوحين مش هلعبوك بنفس الكسافة العددية الدفاعية كنت موجودة النهاردة تلعب برضا كابتين باتنين في قلب ووسط ملعب وتلعب بتلاتة تلاتة بلعب بتلاتة اه طبعا تلعب بتلاتة طبعا تلعب اه في غياب طريق حامد تلعب بميه تلعب بمحمود عبدالعزيز ومحمد حسن مثلا وفرجاني مثلا هو المجاس فان فيه لعيبة بتلعب مكان طريق حامد بعاد اوى كابتين بس ما بلعبوش اه بعاد اوى فانت ما تجيبه بقى تقدمه بشكل هو ده اللي كان الشيلي عايز اقوله كان متخوف منه عالفقا اه ده احنا ونا من زمانة كابتين اه يعني ونا من زمانة قبل جده ان انت كان عندك فرصة انك تغير وبتغير ما بتغيرش تغيرها واحدة وفيه على فكرة سامي وبتعمل تغيرتين بس فيه في الفترات كان طريق حامد ما بلعبش فترات كان مصاب هو ده اللي حط فيها اوباما يا كابتين جابي سايسي اه ومداش برده خوره لا مقدرش اوباما يلعب في الحتة دي عندك لعيبة مش بتاعته كابتين لا لا عندك لعيبة لو عنده خبرة بتقدر توظيفه بيبقى اسهل من اللعيب بعيد ومعندوش خبرة هو المشكلة ان انت عندك لعيبة كويسة بس بعيدة شوية يعني مثلا بعيدة كتير اه بعيدة شوية المباراة يا سامي المباراة بره بتبقى عايزة انضباط اكتر من مفنيات يعني انضباط لازم تبقى منضبط تقفل اينا واحد تكتكيه تقفل نص الملعب بشكل كويس الاطراب بتاعتك تقفل يعني الهدف اللي هم ما اجابههم على الطرف وكل الهجمات اللي كانت تعالينها من على الطرف فانت تبقى عامل حسابنا عبدالله ما يبقىاش يتقدم ما يطرش يعني ما يطرش القدام الانقاز ما يطرش القدام يبقى فيه كسافة عددية يعني لازم تلعب بثلاث لعيبة محاور موجودين في الملعب تلعب بزكاية يا كابتن في ملعب زي ده طبعا بالورقة والقلم انت لازم حسابيا وتخطف امتى الماكسل وتحاول عليه وتجازف ما تجيش من بداية المباراة تجازف من بداية المباراة كابتن حتى النهاردة في المباراة يمكن هو عمل حركة زكية جدا نهاردة برغم ان احنا نقوله مثلا ما كانش موفق لكن اعمل حركة زكية جواس قوي لما ودى زيزو مطرح كهربا لما لقى فرقة اتلتك النارية بتلعب من جهة الشمال عطم عند عبدالله وكل الهجمات من ناحة الشمال من ناحة الشمال اليمين بتاعتهم فرح من بداية جايب كهربا ناحة اليمين وودي زيزو من ناحة الشمال على اساس ان هو يساعده في الحتري لان كان كهربا ما كانش بيرجع يدافع مع عبدالله فده برده من الحاجات الايجابية النهاردة اللي كانت موجودة حتى بيعملها مع بريم حسن على تكره يعني هو حتى بيعمل السويتش دوت برضو احيانا بريم حسن ان الكهربا سعد بيجيب دهنة وبيجيب دهنة ولكن بصرفة عامة انت بتكلم على كابتن سامي على فكرة ان انت ازاي تدخل مين وامتك هو دي بقى المشكلة ان انت ما عملتش حساباتك لليام دي مفروض انت كمدير فن وطبع معانا كابتن يا كابتن فاروق ان انت لازم تكون عامل حسابك على كل الاوقات اوقات اللي انت بتبقى مغلوب فيها اوقات اللي انت بتعدل فيها اوقات المطش انت عايز منه ايه؟ لازم تكون عارفة عايز من مطشات ليه؟ طبعا النهاردة افريقيا غير الدورة انت عايز ايه دلوقتي؟ انت عايز دلوقتي انت عايز دلوقتي النهاردة عندك مشكلة كبيرة جدا انك انت تتأمن وتكسب في نفس الوقت انت مطالب انك تقفل نص ملعب في عدم وجود طريق حامل طبعا انت لازم تكسب المغرب تعطلتكم مدريد تعطلتكم بالباو تعطلتكم بالباو تعطلتكم بالباو تعطلتكم تعطلتكم على بكرة ولسه رجع من مدريد من شوية انا بعد واحدة ونصة يا كابتن بطلعينيه بص يا سامي احنا برضك يا احمد نتفق ان احنا عندنا لعيب او اتنين لعيبة مش وقدين حقهم على رأسهم عنطر محمد عنطر ليه عنطر؟ عنطر عنده مستين الميزة بيدافع كويس جدا وبيضغط ويعرف ايه قطع الكورة دي نمرة واحد نمرة اتنين يتنقل من الدفاع لنحل الجنوية مع الكورة يعني بيجرب الكورة سريع جدا جدا من اثر على لعيبة مصر في الكتاب حتى لو هو مش موفق او هو مثل لكن انا ما ادي له مساحة من الوقت و ادي له الثقة حيقدر يديني الكورة انا شاف عنطر مدبولي عنطر و مدبولي لازم عندك اتنين لعيبة محاور و بعدين عندهم السرعة و شخصتهم الزمال و لعيبة لعيبة كورة يعني تقدر تديهم مهام ينفذها لك في الملعب الحاجة الثالثة المهمة جدا انت المباراة النهاردة كان فيها مشكلة هي المشكلة الأساسية نادي الزمالك ما كانش عنده حد بيبدأ الهجمة هنقول بقى الزمالك ملعبش كويس الزمالك لعب كويس الزمالك كان خاصرا جب نادي الزمالك مبدأش المباراة فيها تنظيم التسليم والتسلم نادي الزمالك لازم يروح ب7-8 لعيبة في نصف ملعب المنافس نادي الزمالك يبقى عنده حلول يحط كورة بعرض الملعب يحط كورة قدام يشغل الأطراف ما بيشغل الأطراف لازم يروح اتنين تلاتة ما النهاردة يقولوا طيب ما لمسك كورة ما ما حدش حشغله حتتمسك أوباما و من بداية المباراة أوباما و كهرباء و كهرباء اللي اتنين من وجهة نظري مش عايشين مش مركزين في المباراة التوتر بتاعهم من البداية مش عارف التوتر ليه ده أثر على أداءهم الفني فأنا بقول والنهاردة كمان اسم هو ساسي النهاردة مش في حالته تعب يا كبت ليه مش في حالته ده واحد بيفكر دايما الراجل اللي بيفكر في الملعب اللي بيبني لك الهجمة اللي بيصنع لك الهدف لازم تدي له حرية انه هو بتاعت استيلب الكورة يبقى عنده الأفكار اللي يقدر ينفذ بها المجموعة يقدر يعملك التنظيم الهجومي فهو ده صانع الألعاب النهاردة وما الزمالك فقد صانع الألعاب فقد التهديف يعني الزمالك ما عندهش صانع الألعاب ما عرفش يجيب أهداف يعني حتى الهدف جيه من كرة من الظغير يعني من عبدالله وجيء وأوباما لكن طوال المباراة زي ما كانت سامي بيتكلم الزمالك الخمسة واربعين ديه الأولى مقدمش حاجة تقدر تقول إن الزمالك عايز يكسب تصرنا خمسة واربعين ديه كده عده بالضبط ما بقولش إن الزمالك محضرش كويس إن هو يقدر يكسب ليه؟ إن اللعيب صانع الألعاب مش في حالته يعني صانع الألعاب مش في حالته وخلاص إنت افتقات إزاي تطور الأداء وتروح من الدفاع ما إنت ممكن تقطع كرة من الدفاع لكن ما تعرفش تستغلها كهه أجمل كابتان هي دي الميزة كانت عاملة للزمالك ميزة صناعة الفارق كان متمثل في فرجان الساس إنت عارف قوة زمالك في الفترة اللي فاتت عارف قوة زمالك إيه؟ إظهار إظهار النواحي المهارية الفردية بالشكل ده دخلوها الأداء جماعي يعني إنت خدت كل الإمكانيات المهارية الفردية لأداء جماعي كان يميز زمالك عن كل الفرق في مصر صحيح ولو رجعنا لكده الحتة دي هتلاقي نادزمالك هو أفضل اللعيبة بتوظف المهارة الفردية بتاعتهم لأداء جماعي طب كنت فروع عشان الوقت ده همنا وخلاص هنختم كلامك مهم جدا دلوقتي للجماهير للعيبة للجهاز الفني شايف الزمالك لسه عنده فرصة في البطولة أفريقية هاي سقول إيه للعيبة كلامك دلوقتي يبقى مهم جدا أنا بقولي اللعيبة أنت رجالة ولعيبة نادزمالك وتشيرت نادزمالك ده لي إيمة كبيرة جدا وليه ثمنه وكل واحد يتشرف أنه بيلبس تشيرت نادزمالك ويلعب ليه أن كل نادزمالك عمل تاريخ كل اللعيبة ما فيش حد يعني لو كل واحد يقول أنا عملت النادزمالك لا نادزمالك عمل حاجات كتير جدا للعيبة وأنت دلوقتي موجودين في أحسن نادي في استقرار في النادي في كل حاجة أنتوا أغلى لعيبة وأحسن لعيبة إحنا اللي بنتمنى لكم تعملوا نتائج عشان تساعدوا الجماهير طبعا الأمل موجود وطول ما أنت بتأدي وعندك طموح الأمل غاية آخر سنة موجود إن شاء الله نادزمالك مباراة الكاس اللي جاية مع المقصة يقدم كرة كويسة ويكسب ويدي حتدي دوافع معناوية ونفسية اللعيبة بشكل كويس جدا إما يسافروا أنجولا يقدروا إن شاء الله يقدموا مباراة كويسة ويعملوا النتيجة الأجابية إن شاء الله يستمروا في المجموعة كتبت يا سامي ممكن الزمالك يعملها ويصعد من الباب الضيق وتبقى البداية مطشة أنجولا بإذن الله إحنا بس عايزة أقول لعيبة إحنا بضهروكو يعني إحنا بضهروكو بجد وإن شاء الله تثبيتوا لنا وتثبيتوا الجماهير نتزمالك أنتم على قدر كبير جدا من مسؤولية البطل بيبان في المواقف الصعب وإحنا تحطينا كلنا في مواقف الصعب مواقف الصعب بداية من مباراة الكاس اللي جاي بتاعة المقصة إن شاء الله تقدر تفوص فيها وتوصل لدور قبل النهاية الأصعب كمان بترق أتلتكو أن أنت تقدر تعمل نتيجة إيجابية هناك فإحنا زي ما قلنا خلاص إحنا صفحة وبنقفلها قفلت صفحة بتاعة النهاردة للبطولة أفريقية بنفتح الصفحة الجديدة بتاع بطولة الكاس فأتمنى يكونوا على قدر كبير جدا مسؤولية وده رفوز الخدر الفترة اللي جاي بإذن الله كابتن ممكن الزي مالك يعملها ويصعد في البطولة أفريقية من وجهة نظرك أو ده حاجة شبه مستحيلة لا ما فيش حاجة مستحيلة في كرة القدم النهاردة يمكن الهدف النهاردة اللي جابه أوباما أعتقد زي ما أنت بتقول إنها بوابة الأمل عايز أقول لعيبة إن احنا كلامنا النهاردة مش تقطيع في كل بالعكس يعني بنحاول نبايل لك الأخطاء اللي موجودة إيه بنحبك وعايزينك تبقى كويس وإنت فعلا كويس لكن النهاردة انت مش في يومك ممكن ما تبقاش موفق ممكن التوتر ممكن الضغوط ممكن تكون مش مركز ده محتاج إن احنا نوجه لك الكلام ده كله لكن كل كلامنا إن احنا عايزينك تبقى كويس تبقى كويس لنفسك ثم لناديك ثم للمنتخب مصر نتمنى طبعا إن شاء الله بإذن الله وإحنا على قناعة وعلى ثقة بعد ثقاتنا في الله سبحانه وتعلى إن القعبة دي تقدر إن هي تساعد جماهير ناتزة مالك وتساعد جهازها الفني وإدارة النادي وتساعد نحنة كمان أكيد يا كابتن كاس نورتنا يا كابتن ومتعتنا ربنا خليك ربنا خليك يا مالك النص يا نجم التحليل العربي والمصري نورتنا ومتعتنا بس مش آخر مرة معنا على طول إن انت أضافة غير عادية ربنا خليك إن شاء الله مشاهدين الكرام ما زالت الأمانة ممكنة إن شاء الله نادي الزمالك يكون في الموعد في مباراة المقاصة ويكون أبطال نادي الزمالك في أنجولا يصنعوا ملحمة كبيرة جدا ويفوزوا بتلات نقاط أعتقد أنها تبقى مهمة جدا في الصعود لدوري أو دور التمانية إن شاء الله فلسون فدرالية وإفريقية كلنا وراء فريق نادي الزمالك وكلنا أمل فيهم وأمنا فيهم كبير وعلى خير